قام هو وثلاثة جنرات معاه بعملية لم تسبقها أي شيء حتى في الجزائر اللي هي فكرة المعتقالات جاءوا بخطة جنونية وشريرة يهجروا كل سكان المدني حتى يخنقوا المقاومة 1929 هجروهم ماتوا ناس طبعاً في الطريق خاصة الأطفال وكبار السن أخيراً قررت أني أعمل الحلقة الأخيرة وهي قلت أنا أبغى روح أزور المعتقالات الخمسة معتقالات الموت فرجعت البنغازي وأنا والله يا عبد الرحمن لا أبارغ كنت أرتعش ومدعور شفت الموت عيني عينك أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح هذه الحلقة جزء من مشروع فهم وشرح الوطن العربي أزعم أن هذا وفهم التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي يقربنا إلى بعض أكثر زايداً أن يوضح مدى التقارب والتقاطعات لسكان الدول العربية من محيط إلى الخليج هذه الحلقة عن ليبيا الدولة اللي بالكاد نعرف عنها شيء غير القذافي عمر مختار واللي في هذه الحلقة اكتشفت أن ليبيا الاسم هذا هو جديد استعدت إيطاليا في عهد الاستعمار في هذه الحلقة نعرف ما هي التركيبة السكانية لليبيا علاقتها بالدولة العثمانية وعلاقتها بجيرانها وكيف كانت بداية الاستعمار الإيطالي لها يقول ضيفي بعد أن بحث الموضوع لأكثر من 15 سنة أن الإيطاليين قاموا بإبادات جماعية ومعتقلات كانت هي التمهيد لما حصل لليهود في ألمانيا يقول اكتشفت أن الألمان لم يعجبوا بتجربة استعمارية مثل تجربة المعتقلات الإيطالية في ليبيا الحلقة دسمه وضيف مليء ومتمكن وباحث رصين في الشأن الليبي صرف حياته كلها في فهم ما حدث في ليبيا الدكتور عري أحميدة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة نيو إنجلند الأمريكية الحلقة التاريخية علمية مهمة مؤثرة وفيها الكثير من المعلومات والمصادر والمراجع المهمة اللي ذكرت في هذه الحلقة إن كنت مهتما ستجد المعلومات والروابط موجودة في نشرة فنجان البريدية الرابط في وصف الحلقة أما الآن لنبدأ شدني حلقتين الحقيقة مميزتين الحلقة الأستاذ التونسي آه فوزي وكان مليء يعني كأنه هو يبغى يعضي اللي ما عنده قبل ليغادر وأيضا الدكتور كمان يعني مقدسي أو جورج مقدسي عفوا جورج صليبة جورج صليبة هذا أستاذ عظيم وعالم كبير والحلقة كانت ثرية جدا فعلا جدا ثرية أنا الحقيقة ما جاتني فرصة أني أشوف البقية لكن واضح أنك غاوي الموضوع الحمد لله وبعدين في صريق ليبي عمل معي مقابلة طارق طارق أيها قلت لها شوها قصة هذا الأخ السعودي أنا السعودين أعرفهم كثير أنا زملائي كانوا أخواني في الدراسة وقال لي هذا بدأ قبلي وهذا بالآن بالنسبة للعرب مش بالجزيرة بس العرب عنده يعني ملايين الملايين قلت لك ويس ما شاء الله شيء شغيل جدا لا يعني أنا عندي مشروع يعني أعتقد أن أمار مهم جدا في غاية الهمية وهو فهم بعضنا البعض فكثير من الدول العربية يعني نعتقد أننا نعرفها صحيح وفي الأخير نكتشف أننا ما نعرف الكثير هذا كلام صحيح مئة في المئة والعكس صحيح حتى العرب الآخرين ما يعرفوا السعودية قطعا كل العرب لبعض ما يعرفوا بعض يعني عندهم تصورات عامة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة أتماما أي وفهمنا البعض قربنا من بعض بالتأكيد هذا لا جدال فيها وأيضا فيه عدم المعرفة البعض البعض الناس البعضها وأيضا فيه أحيانا شيء عجيب كثير الناس يصروا على أراهم مع أنهم ما يعرفوا شيء ويصروا على أن هذا هذا الصفت ونعته يعني صحيح لكن أنت كيف وجدتني يا عبد الرحمن أنا مختفي شوية على العرب الآخرين صحيح والله أنت مختفي جدا مو شوية لكن لكن يعني فنقولك أنه يعني هذا المشروع مهم بالنسبة لنا فكان فعملنا حلقة عن السودان أي ممتازة للأخ غسان وكان لبق جدا لبق وكان أيضا حلقتها مشوقة وما تقع عرش كثير في التفاصيل يعني كانت كثير مفيدة ممتازة رائعة جدا صحيح وعلى ذلك فقس يعني فكانت يعني مهم بالنسبة لي مثلا برضو عندنا ليبيا المغرب تونس جزائر يعني بقية الدول وليبيا من الدول اللي اللي بعيدة عن فهمنا مش غير بس يمكن أكتر الدول العربية يعني مجهولة فعلا يعني حتى انتكرت في واحدة من أن العرب يعرفون مثلا الاستعمار لفلسطين وهذا معلوم مثلا وعندك الجزائر برضو كذلك بس يعني استعمار اللي حصل لليبيا يعني يكاد أنه ما حتى يعرف عنه أبدا أي شيء لا فتجد معلومات مهمة كل ما نعرف عن ليبيا يمكن القذافي القذافي وماكد ريس وشوي وغرائبي شوي طبعا على العلم لكن يعني هي يمكن العرب أنا أتفق معك العرب لا يعرف بعضهم ولكن ليبيا لازالت مجهولة أكتر جدا ليه ليش تتوقع الجزائر حضيت بهذا الانتشار وتجربة يعني والاستعمار حاضر في ذهن العرب بينما ليبيا غائبة هذا سؤال وجيه عبد الرحمن الجزائر الحركة الثورية طبعا عندهم موجات من المقاومة المقاومة الأولى الأمير عبدالقادر والمقراني بينما بعد والمقاومات الأخرى هزمت وهاجر القيادات بيا فيهم الأمير عبدالقادر وأسرة وأتباعها إلى دمشق وعاشوا ولازالوا كثير منهم في دمشق دمشق كانت من الأماكن المعروفة أنا أعتقد أن وأيضا في نفس السياق لما هزمت المقاومة الليبية اللي يستمر 20 سنة وحطمت الجمهورية الترابلسية اللي هي من أول جمهوريات في الغرب الليبي في العالم العربي كله حاجروا منهم ناس إلى دمشق وناس حاجروا عندكم بالسعودية الملك عبدالعزيز كانوا كثير من القيارات الليبية وجدوا ملجأ عنده مثل السيد بشير السعداوي السيد صالح قرقني ونوري القائد الليبي العسكري طارق الأفريقي اللي هو كان من أوائل رؤساء أركان جيش السعودي هذا كان من القيادات المقاومة في ليبيا وجهات في ليبيا فأنا أعتقد الإجابة لأن الحركة الثورية الثورة الجزائرية ما سميحنا في العالم العربي الثورة الجزائرية اللي بدأت بالإعداد لها في نهاية الخمسينيات وبدأت في مثل ثورة في المدن وفي الأرياف ضد الاستعمار الإيطالي وكانت سخمها في الإعلام في الراديو في الجرائد في التلفزيون في الثد الاستعمار الفرنسي في الجزائر فأصبحت قضية الجزائر في الخمسينيات والاستينيات هي قضية العرب يعني فهذا يبدو أنا اجتهادي هذا خلّ أننا العرب بدنا أن نطلع عليها أكثر صارت يعني قضية الجزائر هي قضية العرب الأولى ليست قضية الجزائرين بحسب صحيح وأيضا صعود الحركة المعادلة الاستعمار القومية عبد الناصر والحركات الاستقلالية في فترة زعوها واندفاعها فالجزائر كانت تمتل مثل فلسطين القضية اللي هي الحقيقة ليست فلسطين بس تمتل الشجون و يعني تم تبنيها كأنها هي قضية العرب كلهم والمسلمين ولكن المقاومة الليبية يعني هزمت عسكريا للأسف الشديد في 1931 وكانت في تلك الأجيال الأولى كانت تفهم القضية الليبية بخاصة في الصحافة العربية سواء في في مصر ولا في بلاد الشام ولا في العراق مثلا الحج اكتشفنا إنه وكان مؤتمر إسلامي ليس ديني في حسب ولكن كانوا المجاهدين يحتكبوا المسلمين للآخرين في الحج وكانوا يقوموا بالدعاية وبالتطقيف في المسألة هذه القضية الليبية بعد هزيمتها خفتت وكأنها نسيت لأنها جاءت قضية فلسطين وتخسيم فلسطين والاحتلال الصحيوني طبعا لفلسطين تاريخيا وبعدها جاء الانفجار الجزائري فأنا أجدهادي أن في هذه الفترة يا عبد الرحمن أن الجزائر والقضية الجزائرية والقضية الفلسطينية صارا هي رمز للقضايا العربية بشكل عام رغم أن عمر المختار حاضر في ذهن الناس كلهم صحيح لكن هذا حصل في فترة الفترات أنه رمز النضال العربي والإسلام لدى الاستعمار وصحيح الشيخ الشهداء عمر المختار يعني مات متواضعا ورفض أنه هو يشترى وهو شيخ مسن ومات وهو واقف ووقفتها هذه صارت رمز للنضال الأخلاقي والوطني ضد الهيمنة وضد الاستعمار وضد الإمبريالية في ذلك الفترة لكن أعتقد بالنسبة لأجال الشاب فيلم مصطفى العقات هو اللي خلى القضية أكثر باجتهادي هو اللي خلى العرب تعرفوا اللي بي هذه كانت فيها مسألة بحشية وصعبة جدا ومهمة جدا وأيضا عرفتهم بدموية هذه التجربة وأيضا الوقوف النضالي لشعب صغير فقير حافي ولكن بسبب سمودة وتنظيمة وعقيدة الإسلامية في ذلك الفترة استطاع أنه يعني يقاون لمدة عشرين سنة وأدت هذا الأمر حسب تقديري إذا كان الجزائر ماتوا فيها مليون ونص في ليبيا قد تدهش يا خبض الرحمن أن حسب تقديري ما بين تلت إلى نصف الشعب الليبي مات في خلال الأربعين سنة من هذا الاستعمار الدموية يعني أنا أعطيك مثال حسب الإحصاءات العثمانية 1908 1910 تعداد تونس كان مليون وليبيا كان مليون بين مليون مليون ونص في 1943 تعداد تونس صار مليونين ونص ليبيا يعني تقريبا بالهاك يكون مليون وين راحوا الناس طبعا كانوا يتزوجوا وكانوا ينشبوا أطفال وكذا لكن وين راحوا هذا السؤال اللي طبعا محدش جواب عنها ف هذا طبعا يقود إلى إلى ليش إن القضية الليبية صارت لعندي الآن مجهورة يعني فيلم أمر المختار كان مهم أنا أعتقد مصطفى العقاد مهما قيل عنه هو الحقيقة قدم برؤية عربية إسلامية لرمز بالرموز النضاد من الاستعمار وخلش ألاف بل ملايين من الشباب العربي والمسلم والشبات أيضا يتعرفوا على جزء دموي مهم ونضالي على القضية الليبية الطليان المسليني والفاشست لأنه كانوا في تخطيطهم أن تبروا ليبيا الشاطئ الرابع اللي اسمه هذا الوقت ما كانش فيه اسم ليبيا أضرع من ما في اسم ليبيا ليبيا اسم روماني اسم قدين فيه قبائل ليبيا أصلية وفيه قبائل محلية أصلية قبل ما جاء العرب في الفتوحات وبعدين طبعا عربت شمال أفريقيا في فترة ما نسميها اللي هي الهجرة الهلالية قبائل بني سليم وبني هلال اللي هو تقريبا نقول نص قريب يجي حوالي خمسمائة ألف بعد تقديرات مئتين ألف اللي هما فيه نظرة نمطية نقولهم كالجراء ضربوا كل شيء وأنا أعتقد أنا تحديت هذه النظرة نظرة صراحة مغرضة جدا اللي صار إنهم عربوا شمال أفريقيا لقرون طبعا استمرت التعريب وطبعا عندك المكون الأصلي اللي هو الأمازيغ اللي احنا في الأول يسموهم العرب هما يفضل من اسمه الأمازيغ هذا من سكان الأصليين وعملية كانت في حرب في الأول ولكن بعضين أيضا دخول الإسلام لها تفسيرات كثيرة مهمة جدا وفيه قبائل عربية أي ولت أمازيغية وفيه كتير منظم الأمازيغ تعربوا أو على الأقل صاروا ويتكلموا اللغة العربية واللغة الأمازيغية في البيت فالتركيبة فيها يعني حيوية وفيها تعقيد غير عادي الآن في طبعا مقولات أخرى تأتي عليها على بثلات الإثنية والأقليات أنا الحقيقة لا أؤمن بها وأعطئنها هي عرطقة وكلام فارغ وتستغل تبالغ فيها كثيرا من حق المجموعات الثقافية أنا تعبر عن لغاتها وتراتها ونعترف بالتنوع العام أنا هم مهم العرب لازم يفهمها هذا ما يفهمه الليبيين لكن قضية الأقليات أنا يعني ضيقتني كتير لأن مفهوم الأقلية هو مفهوم أوروبي إحنا إحنا عندنا في التاريخ الإسلامي والعربي الملل والنحل وتاريخيا الإسلام أو حتى التجربة العثمية كانت لكل التنقضات التي فيها كانت تعترف بوجود البسيحيين واليهود والأقليات الأخرى وبالتالي تناول الموضوع من ناحية العملية مهم أن ننتقد الاضطهاد المبني على ضد اللغات وضد التقاليد والضقافات وغيرها لكن المفهوم الحديث الأقلية ينطلق من المنطلقات الأوروبية والغربية بمعنى الجهود أقلية تاريخية معروفة بكل مقاييس وفالأخير طهدت الغجر نفس العملية إحنا عندنا طبعا مطالب مشروعة لكن التداخل العربي بالأمازيغي بالطارقي بحتى التباوي اللي هم أقلية حوالي 40 ألف و50 ألف شوية لكن الآن بعد سقوط نظام القدافي صاروا كلهم يقولوا أقلية يقولوا أنتم أقليات فيوظف مفهوم الأقلية لأغراض أخرى وأنا أعتقد لابد من التمييز بالاتنين المطالب المشروعة التقافية واللغوية والنظر الأمازيغ أنه سكان الأصليين هذول أصل العرب اللي في شمال أفريقيا وبالتالي احترامهم مشكلة أقلية لكن يعني فهمهم من هذا السياق من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا لاستثمار المزيد في وصف الحلقة أنت عشت ليبيا إلى أن تخرج من التنويس أنا خلفتي صحيح خلفتي غريبة شوية عبد الرحمن درست في جنوب ليبيا في مدينة سبهة لعاصمة تقليم فزان ومحافظة سبهة فيها بعد درست فيها في ودان درست حتى الثالثة الابتدائي وبعدين الوالد انتقل لسبه عاصمة فزان ودرست فيها الابتدائي والإعدادي والثنوي كان فيه نظام جميل في العهد الملكي وفيه عاتل القذافي حتى السبعينيات استمر يعني نفس الملك اللي هي أول الطلبة يرسلوا للدراسة بره بمنحة فأرسلونا بعدما يرسلون لأمريكا ولا إلى أوروبا الظاهر أن وزير التعليم في ذلك الوقت مع القذافي قالوا لهم أي حاجة في مصر أبعتوه من مصر فبعتونا لكلية الاقتصاد في القاهرة أنا درست في القاهرة لمدة أربع سنوات بعدها رجعت لي بقليلة فترة قصيرة جدا ومنها جتني منحة للدراسة فدرست في مدينة السياة للغة ودرست الماجستير والدكتوراه المنحة طبعا في الأخير للأسف مريت بظروف صعبة لأن يعني قطعت منحة الابتعاث بحجة جواهية أن أني لست ثوريا فيها النظام يعرف به فقعد ثلاث سنوات أنا أشتغل وأدرس ودرس كنت باللغة العربية والأمريكان وأساعد بعض الزملاء باللغة الإنجليسية لغاية ما خلصت فبعد ما أنهيت الدراسة في جامعة واشنطن نشرت كتابي بعد سنة وهذا فتح لي أفاق والأستاذ المشرف كان دائما يصر على أن يقول لي علي انتظر شوية ليبيا لن تختفي العالم العربي لن تختفي شو رائع تقعد كم من سنة عشان تعمق دراساتك وتعقد خبرة في التدريس وبيني بينك أنا طبعا كنت مضطاق من النظام لكثير من أصدقائي وأخواني خاصة كتاب وأدباء أصدقائي قريبين لي وأنا كنت ناشط في الحركة الطلابية سجنوا لمدة عشر سنوات فصارت حتى من ناحية الشخصية يعني ليبيا صار بعكس ما كنت أتوقع أني كنت أرجع وأصير أستاذ في ديبيا تغير البرنامج فصرت أقول الأم الله يرحمها كانت تقول لي يا علي أنت يعني ولدتك وأنت سيابتني بعد الثنوي وين رحب فأقولها يا أم العام الجاي العام الجاي العام الجاي ولقيت الحياة بعدين قدمت في شغل تابت يسموه تنير في النظام الأمريكي وفقد حصلت شغل كويس وبعدين صرت تنير وصرت أستاذ كورسي وصرت وجدتني فرصة الحقيقة يا عبد الرحمن من لم أخطط لها بكل أمانة وهي فرصة أني أتعمق في البحث العلمي وتعلم التدريس الحديث تدريس ليس يعني أنا الواحد أنه بس يدرس بس طريقة حديثة تتعامل مع الطلاب وتاخذ خبرة عميقة وتطور أدواتك فصرت بعد الأمور سهلة شوية في ليبيا صرت أزور كل عام وأحيانا جيني دعوة لجنوب أفريقيا دعوة لمصر دعوة في الأمم المتحدة زي ما رحت البحرين أول مرة في زيارتي للخليج ومؤتمرات في أوروبا في لبنان في تونس فصارت جتني فرصة أني ممكن أني مشروعي المعرفي يمكن يخدم يعني الأشياء التي تهمني في ليبيا وفي العالم العربي يوجد في أمريكا أكثر ففجأة صرت أقول الحقيقة مرات تخليك تاخد قرار ما غير أنت ما تدري ما تدري وما كان صارت عندي مثلة أن والله أنا حند مجح أدوب في هذا المجتمع الكبير وغير وغير ما كانش عندي هذا الرهاب أو الخوف الشديد أرض الله واسعة والوحد طالما أنه مستقل في تفكيره وقاعد أنه ينتج ويصل أقصى درجات طموحاتها المعرفية فكانت وجدي في أمريكا الحقيقة كان شيئا بكتير برغم كل الإشكاليات اللي مطروحة فالكتب باختصار الكتاب الأول والثاني والثالث اللي هو الكتاب الأخطر اللي هو صدر أنا بتيها بس أنا ودي أعرف أولادك كلهم في أمريكا أنا عندي أثنين وعندي قط يمني الأثنين القط غير مهم يمكن أنا أختلف عادي عبد الرحمن لما الأولاد كبروا والقط والله يحنين ولطين كيف علاقتهم بالهوية الليبية هل رسالة خول هذا سؤال حلو سؤال حلو جدا أنا عندي بنت سميتها حنين ناس يقولون لي والله حنين للوطن قلت لهم لا هو حنين لأشياء مهمة فبنتي حتى الآن تدرس في الماجستير في جامعة لندن قلت لي بابا كيف تسميني حنين قلت لها يا بنتي وأنا طبعا هي حططني في المحك قلت لها يا بنتي أنا لما أتفكرك أنسى الحنين لكن ما عليش أنا سميتك اسم غريب شوية والحقيقة يعني وأبني زكريا اللي هو ولد بعدها سنتين وهو ربيتهم كان 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 إشكال كبير الحقيقة لكن ما حاولتش أني حاولت أن يربيهم أنهم يكونوا عندهم يعني المام ومعرفة بينهم يعني مسلمين وأنهم عرب أمريكان ولكن ولد في هذا البلد وإني أركز على الأشياء الأساسية ولكن خليتهم يكونوا مفتحين وعندهم الخيارات بشي يتعمقوا فيها كما يحبون أم لا ودرت في أشياء طبعا تضحك عليها شوية عبد الرحمن لكن لا أمانع أني أقول لك عليها مثلا قبل ليناموا كنت أعملت شيئين أغني لهم بالعربي إيش تغني لهم؟ أغني لهم يعني أغاني ليبيا بسيطة وإلا أغاني مصرية مثلا يعني مثلا يصبح الخير اللي معانا وإلا ابني زكريا بيحب الأغنية على البساطة البساطة وترجمتها لي وبعدين طبعا قرأ لهم الفاتحة وهما صغيرين كانوا يقروا الفاتحة كويس فبنتي الآن قالت لي ياريك تعمق لي أكثر قلت لها أنا عطيتك الأساسيات لكن الآن أنت مثرة تتعمقي بأدواتك وطريختك أكثر يتكلم العربي حنين بنتي تكلم العربية جبت لهم مدرسين من البداية كانوا في أساسي يدرسوا اللغة العربية في جامعتي أجيبهم للبيت أعملهم غدوة حلوة أكل لي بحلو وخليهم يدرسوا الأولاد وهم صغيرين بعدين شجعتهم في الثنوي وفي وفي الجامع أن يأخذوا كرسات باللغة العربية طبعا فيها شيء بسيط ممكن تتحكم فيها لأن أنا زوجتي أمريكية رغمها يعني أسلمت لكن مسكينة عربية هم كسرها يعني كنت في الأشياء لي أن أحب أن أحب الموسيقى أنا درس الموسيقى ست سنوات في ليبيا وبالتالي أحطهم الموسيقى العربية في السيارة وفي البيت و كان الأمل أني أروح أزور ليبيا كل سنة لكن الظروف الصعبة السياسية خلت المسألة معقدة شوية للأسف الشديد فكتب علاقتهم بليبيا هل يعرفون أنفسهم بليبيين والله هم يعني يقولوا إحنا 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 قلت لهم شي جميل يعني أنتم تشوفوا نفسكم لبيين وأمريكان عرب ومسلمين لكن بيقولوا لي أننا إحنا نبغى نأخذ الجميل في الاثنين قلت لهم أنا لن أفرض عليكم لكن حنين لغاتها العربية خلت جامعة قالت نحو الصرف وكان قالت معقد جدا قلت لها حتى إحنا متعقدين مننا يا ريتي دورونا حل المبدعين المدرسين اللغة العربية والضليعين في اللغة العربية أن يبسطوا قواعدنا شوية ويخلوا والله يعطونا وصفة سحرية عليها قلت لها إحنا حتى إحنا إذا نشأنا كعرب ممعقد لنا لكن قلت لها قصبر شوية تول الآن طبعا تكتب ممتاز وتتكلم ممتاز مجرد تحتاج تدريب أكتر زاكريا للأسف اللغة مكسرة شوية لكن يحاول أنه يعني يزلبحني بالكلام مرة مرة يقول كلمة أنا يقول بسم الله ويقول السلام عليكم وكذا فالحقيقة يعني يعني يزعج كذا من هذا في الأول كان يزعجني لكن بعدها قلت أنا أعمل اللي علي وربنا يوفقهم لن يعني أضع دنب عليهم ولا دنب علي طيب أنا هذا كان أريد أعرف يعني إذا أبغاء أقول شخص ليبي من هو الليبي السؤال صعب جدا إجابة لي كل واحد هجاوب بسورة لكن أنا عندي إجابة أكتر متواضعة أكتر وما هي متقاعرة هي الإحساس طبعا هم يعرفوا ماذا ارتباطي بالليبي ولكن أنا تربيت في بالنسبة لي أنا شخصيا لما يسألوني تربيت في بيئة عربية إسلامية مش بالصورة اللي هي الآن الإسلام السياسي والله الشعارات والله الهوايتية والله طلق اللحي والله غير لا إن أحنا أهلنا وناسنا لربونا وبهاتنا ومهاتنا وشداتنا إن هم يعني هذا جزء من تركيبتهم بشكل عام وإن أيضا أقول لهم على أشياء أخرى الليبي يعني طبعا هذه من ناحية الدين طبعا هو الأساس اللي هو أننا نحن مسلمين ولكن كيف الواحد أنه يقول أنا مسلم هذه طبعا تختلف من شخص إلى آخر أنا أعتقد التجربة العربية الإسلامية مهمة والتجربة مرتبطة بكيان جغرافي وأكثر تحديدا يا عبد الرحمن أقول إيش ناكل إيش نلبس إيش الموسيقى اللي نستمحها كيف نتعامل مع الآخرين كيف نتعامل مع بعضنا كيف نتعامل مع الغرباء والدي الله يرحمه كان طبعا في رمضان مرة سألوني عنه كان في رمضان على الإفطار يأخذ اللبن والتمر ويذهب إلى المسجد في الحي والبيت دائما يجيب مع الغرباء لبنانيين مصريين توانسة آخرين وجد البيت وكانت كان عمرا ما فرض علينا مسألة لكن يقول إحنا العقيدة أهم شيء وحب المعرفة مهم جدا ولكن كانت أجمل منها في الوارد الله يرحمه كان ممارسات وتعاملة مش إيش أعملوا كذا أنا أعتقد لما أتكلم على ليبيا بالنسبة لي أنا طبعا تجربتي مركبة لأني عشت الحياة بره حتى في ناس قالوا لي غريبة أنك لازلت تتكلم عربي وقلت لهم صحيح لكن أهلي غسلوا دماغي غسلوا دماغي والظاهر إن كتبني مكتوب ولا شيء أو بالتالي كان تسير طيب أنا بالنسبة لي الهوية هي مسألة ليست ساكنة يا عبد الرحمن عشان أضيف لك نقطة أخرى وليست جامدة يعني متغيرة ولكن مرتبطة بالمكان مرتبطة بالمؤسسات مرتبطة بالحياة اليومية وأنا شخصية منسبة لي اللي بقى منها الآن وأنا الآن صرت كحر هي الذكريات الأهل الأصدقاء المكان ولكن لا يعني الهوية أن تقعد في السعودية أو في ليبيا تعملها أينما أينما تذهب وناعتقد ديننا وقرآننا في جوانب كتير حلوة أرض الله واسعة يعني هذا مفهوم جميل جدا صديقي العزيز الأستاذ إبراهيم الكوني هو أيضا جنوبي مثل حالي كل يا علي الوطن يسكننا أينما كنا وأينما نذهب وهذا صحيح فيعني يمكن يمكن يا عبد الرحمن أنا مرات أقول نفسي نحتاج أن نستمتع ونقدر ونثمن الحياة اليومية أننا إحنا عندنا غناء ثقافي واجتماعي ومعرفي و و و وعندنا الصراعات والإحباطات مثلما الشعوب الأخرى يعني الشعب الأمريكي الآن جيراني وزملائي وزميلاتي تشفت أنه عندهم مشاكل الدنيا وهم محبطين وأنهم زعلانين وأنهم عندهم انكسارات وعندهم اكتئاب وعندهم كل شيء يعني مرات إحنا العرب نجلد ذاتنا كتير نشعر بالدونية كتير وكأن ما لم ننجز هذا الشيء أو ننجز هذا الشيء معنا إحنا متخلفين أنا بالنسبة لي الآن الأمور أكتر يعني صحيح جميل أن الإنسان يكون طموح ويواجه الفساد ويواجه التهميش ويواجه الإقصاء ويواجه الصراعات أيضا يعني الصراعات مثلا الآن في فلسطين هذا لذلك قضيتنا الكبرى البشاعة والعنصرية النظام الصحيوني الآن اللي بيحاول وأيضا أذعياء والمدافعين عنه بيحاولوا أنهم يبروا والله يخلوه الإنساء إنه نظام عادي هذا شيء 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 غير مقبول الفساد اللي صاير في المنطقة في الأنظمة العربية العنف اللي صاير هذا طبعا مهم لكن أيضا يعني مرات قلت الزميل لي مغربي قلت أنا لا أبغى أن العرب يغيروا طريقاتهم أحيانا اللي هي عاطفية ووجدانية وكذا هذا ما يميزهم وطريقة ضعكهم طريقة ببالغاتهم طريقة تعملهم هذا جزء من حيوة فيها لكن أعتقد إن هذه الجوانب اللي هو يعني اللي هي في الحياة اليومية مهم أن نستوعبها وأن نستمتع بها وأن أيضا ناخد حياة يعني لحظات من الحياة اللي هي فيها كثير من السعادة والتقدير بدل محاربة الطواحين للهواء أو خلقة شيئة يمكن هي مش أحنى فلهذا أنا دائما أركز لا أركز على الدولة العرب الآن يقول لك الدولة بناء الدولة وبناء الدولة والدولة الحديث أو غيره وأنا بالنسبة لي هذا أعتقد مبالغ فيه أنا أعتقد لازم نركز على المجتمعات والمجتمعات ليست بشكل عاطفي والسطحي ولش نحكي على بنية التعليم الجيد يعني الجمال التمكين الناس التعرف عليها إننا إحنا صحيح عندنا حوالي 22 دولة وهذه باقة وعندنا تعدد يعني جهوي حتى من أيام الإسلام لكن في نفس الوقت في عندنا يعني عرى وشائش تخلينا يعني أنتم في السعودية وإحنا من ليبيا يعني زي ما اكتشفنا لما كنا مع بعضنا في سياتل اكتشفنا أن زملائنا وزميلاتنا عندنا أشياء تتجاوز الحدود إحنا مسلمين وعرب وتربطنا يعني علاقات قوية تتجاوز كل أشياء هذه وأنا أعتقد هذا يمكن اللي نركز عليه في المستقبل وأيضا بجانب الجوانب الناقصة والإحباطات والهزائم والفساد والقمع والإخصاء وغيرها والفرص العمل أن نبدأ نركز على الجوانب الثقافية والأشياء اللي تجمعنا وأيضا ياريت أن نبدأ نتعرف على بعضنا بشكل أكثر عمقا وأكثر جدية هذا يمكن يخلينا حتى المثلة أننا نحن متخلفين نحن مش عارف إيش نحن العرب صفتهم ونعبتهم أو موضوع أنا الحقيقة لا أحب إطلاقا اللي هي جلد الدات والشعور بالدونية وأعتقد أن هذا يحتاج لإعادة التفكير وإعادة أيضا التخيم طيب أتذكر قبل شوي كنت تقول أن أنت من الأشراف نعم أريد أن أعرف مكونات اللي موجودة في سواء الثقافية والقبلية الموجودة في ليبيا في الأشراف في الأمازيغ في شوف عبد الرحمن فيه تنوع زي ما عندكم في السعودية متنوع ومتعددة ليبيا على صغرها عدد السكان تفوالي سبع مليون لكن جغرافيا رابع دولة من ناحية المساحة في أفريقيا ليبيا قارة كبيرة وأنا أعتقد من ناحية الجغرافية متعددة عندنا منطقة مثل الجبل الأخضر زي عندكم في عسير في جبال وخضرة وأشجار وغير وغير ومنطقة رأس الهلال ولا شحات ولا المدينة الرائعة درنا من أجمل المدنة العربية برأي على البحر وعلى الجبل الأخضر وعندنا صحراء شاسعة حوالي 90% أو أكثر منها من صحراء كبرى في ليبيا عندنا المنطقة الغربية الأكثر كثافة من ناحية الثقافية والإثنية فيه تعدد ولكن فيه أيضا مش بشكل كبير يعني الغالبية الليبيين يا عبد الرحمن هم سنيون مالكيون وشوية عندنا إباضيين في الجبل الغربي وفي زوارة لكن الغالبية العظمى مش بش سنة مالكي المذهب والجي العجيب إن المذهب المالكي هو المذهب المهم في شمال أفريق منطقة المغرب العرب الإسلامي هو غالبيت سكان مالكي المذهب حتى الصعيد المصري يعني على فكرة يا عبد الرحمن هو مالكي مع أنه عندهم أحناف وعندهم الشوافع وعندهم عددية في الدلتة وفي القاهرة وكذا لكن الصعيد المصري أيضا مالكي المذهب وهذا طبعا مهم جدا التركيب السؤال فيه هناك طبعا مدن وفيه يعني بوادي وتاريخيا بحكم الجغرافيا والبيئة دائما الباحثين الغربيين وحتى العرب الآن يحكوا على مسألة التنظيم القبل في اليبيا وأنا الحقيقة لا أكثر أنا دائما أتأفف من هذا الموضوع لأن القبيلة مكون تاريخي صحيح لكن ينظر القبيلة كأنها بفهم سكوني شامد تسألهم ما الفرق بين القبيلة في بداية القرن العشرين والقبيلة في بداية القرن الواحد العشرين هل المشاع القبلي واحد هل المنكية زائد كما هي هل عملية التحضر والهجرة والمدن لها تأثير أم لا هل التعليم له دور ولا لا هل التراتبات الطبقية والفئوية والمنحة الثروة لها تأثير أم لا هل اقتصاديات السوق لها دور ولا لا هل القبيلة مفهومها واحد هناك قبائل تجارية هناك قبائل شبه روحل هناك قبائل روحل الآن يعني الشعب الليبي يعيش في خمس مدن كبيرة تمانين في المئة يعيش في خمس مدن كبيرة ولكن لا يستطيعوا الإجابة على هذا فتصير المسألة المجتمع الليبي هو مجتمع قبلي هما بدوا شمال أفريقيا وأحيانا دائما يشبهون بكم باترول وعندهم أبادية وما مش متحضرين كتير وأنا أعتقد هذا 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 كلام غير علمي وللأسف الشديد الآن بعد 2011 لأن هناك جهر رهيب لا أقول في العالم العربي العالم العربي خاصة يعني لحد ما لكن الباحثين الغربيين كلهم المهووسين بقضية القبيلة كبفوم غير تاريخي ولهذا أنا دائما لا أحب هذا اللفظ وحتى في الكتاب الأول حاولت أني أرسم التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمكونة القبلي والصفوف وهناك قبائل تجارية غسلة وهناك قبائل شوية رحل معظمهم يمارسوا في الزراعة والترحال وبعد الاستعمار الإيطالي ضربت التركيبة العشائرية المشائية للقبيلة ماذا أصبحت؟ أصبحت مستقرة في الاقتصاد السوق الاستعماري الرأسمالي والهجرة للمدن للعمل وأيضا الاقتصاديات السوق استمرت في بعد الاستقلال والدولة الرعية طبعا أدت إلى يعني توطين موظم القبائل وصارت تركيبة أكثر يعني أكثر تعقيدا من مسألة إن القبيلة لأن الناس يقولون أنا أصلي مثلا أنا دوسري وإلا مثلا زهراني وإلا مثلا يعني حوتي وإلا غيره الليبين يقولون كما في السعودية وكما في العالم العربي في مسألة عن التقليل الثقافي إن اسمك الأخير يكون يأم اسم القبيلة أو العائلة أو البلدة اللي ولد فيها عسيري مثلا عندكم كثير في السعودية دوسري شهراني عنزي شمري إحنا يقول لك والله في النهاية يقول الشريف علي عبداللطيف حميدة الشريف أو يقول لك معمر محمد بوبنيار القذافي قذافة وإلا منير البرعصي البرعصة لكن لا يعني أن القذافة والبرعصة والأشراف من ناحية الاقتصادية والاجتماعية هم لازالوا كما كانوا 50 سنة و60 سنة ولهذا نعطق من ناحية العلمية هذا هرطقة وكلام غير علمي وغير درعيخ تمانية تكتب نشرات بريدية متنوعة دكية وممتعة تخليك على الضلاع بالتخصص اللي يهمك والمواضع اللي تشدك وتساعدك تكتشف اهتمامات جديدة تعرف على نشراتنا عن الحياة اليومية والأفلام والكتب حتى كواليس تمانية اشترك في اللي ناسبك منها وتوصلك على بريدك مباشرة نترك لك رابط الاشتراك طب انت تقول مثلا رموز الجهاد الليبي هم الأباء المؤسسين للهوية الليبية الحديدة اي قدي يعرف واش الهوية الليبية الحديدة واش أثر الأباء المؤسسين ومن تقصد بالأباء المؤسسين هل هم عمر المختار والمجاهدين هذولا لم عندما جاء جاءت الإمبريالية الغربية والاستعمار الإيطالي تعديدا جاءوا غزوا ليبيا في أكتوبر أكتوبر 1911 خريبا حوالي 35-40 ألف جندي وبوارج عسكرية المجتمع ليبيا كانت ولاية عثمانية مثل عراق مثل مصر ومثل الشاء بلاد الشام وفلسطين وتونس والجزائر حتى 1830 كانت جزء من الدولة العلية العثمانية أو الامبراطورية العثمانية وعندكم أيضا الحجاز وجزء من اليمن بقية العالم العربي المغرب السلطنة العلوية أو الجزيرة العربية تحت التكوين المحلي اللي هو دولة السعودية اللي هي بنية على مؤسسات ونموذج محلي إسلامي أو الإمامة في اليمن أيضا مؤسسة بنية من خلال التقاليد المحلية الإسلامية العربية في اليمن فأعتقد أن المقاومة أنا أعود إليك اللي جاب على سؤالك لما سألتم أنتم أنا أتذكر قلت أمي قلت لها يا أمي أنت منو يا حاجة مبوك قالت لي أنا علي شفيك يعني شن مشكلتك قالت لي أنا ليبيا أنا موعة عربية ومسلمة أنا أعتقد مرات أن سؤال الهوية سؤال نخبوي جد نظري قد أكون مختي فيه يا عبد الرحمن أنا أعتقد الناس العاديين عارفين هم من لكن النخب مرات تختلق فيها فيها القضايا لأغراض و 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 يعني نوافع آنية لا تفسع عنها بالنسبة لها مهمة للأسف الشديد طبعا الحركات الإسلام السياسي ضخم مسألة الهوية أكتر ضخمها أكتر على سنة هما صاروا هما حجاب والمتكلمين على قضية الهوية عندنا في ليبيا أعود لك إلى الإجابة الناس اللي هما طبعا لقاوم الاستعمار و مركز الجهات وطرابلس والحقيقة هذا مركز مهم جدا في العالم العربي المركز الوحيد اللي يجمع حوالي لا يقل عن يعني عشرين ألف أو أكتر رواية شفهية من الأحياء فهما قالوا إحنا يعني شاهدنا وقاومنا الاستعمار من الأشر الله والوطن أنا عاد قد أعطينا مفتاح لكن كيف ما هي المؤسسات ما هي الأديولوجيات اللي طرحوها لتوضيح منهما وأنا وجدت ثلاث نماذج معاليش أنا نطول عليك شوي باش نعطيك السياق العام باش الإجابة ما تكونش أما أبيض ولا أسف ولا بسرعة عندنا في حركة تجديدية وإصلاحية عبقرية اسمها الحركة السنوسية أسسها عالم جزائري اسمها محمد بن علي السنوسي في منتصف القرن التاسع عشر درس في مستغانم ودرس في جامعة القروين في شمال أفريقيا عندنا اللي تعرفوها أنتم أكثر يمكن في المشرق العربي والجزيرة العربية والأزهر لكن في جامعتين أو خريعت اللي هي جامعة الزيتونة في تونس وجامعة القروين القروين هذه الجامعات اللي هي العميع طبعا أنا برأي أن التحضاء يجب أن التحضاء كثير من الاهتماع بلأنها مهمة جدا العجيب أن النخب المحلية ذا مدرسة في المدارس الفرنسية أو الزيتونة أو القروين حتى النخب في تونس أو في الجزائر أو في المغرب نفس المحسنة والليبيين كثير من كانوا يدرسوا في أبنائهم يرسلوهم يا أمّل الزيتونة أو الأزهر الحركة السنوسية باختصار لأن هذا موضوع غني ومهم هذا العالم الكبير اللي أنا أعتبره من كبار العقول الفذة في القرن التاسع عشر المصلحة درس في القروين وبعدها مر بالأزهر ولكن الأزهر ولماء الأزهر لم يرتاحوا له كثيرا وكان دهب إلى الحجاز لماذا دهب إلى الحجاز لأن أستاذ كان أستاذ الكبير وهو أحمد بن إدريس الفاسي هذا أستاذ فذ أيضا ومن تحت منها ظلعت الحركة المرغنية والحركة السنوسية والحركة الإدريسية كان أستاذ قضب ولم يؤسس حركة رفض أن يؤسس حركة أو طريقة هذا العالم محمد بن إدريس سنوسي دهب إلى مع أستاذه إلى الحجاز ومن الحجاز إلى اليمن وتلامت الأدارسة اللي في عسير بعض منهم اللي هم كانوا في عسير وفي سودان وفي مصر فالمهم بالنسبة للسنوسية ماذا حدد حتى نضبط الموضوع ونخليش يريح منا أولا كتب كتاب ينتقد فيه إغلاق باب الاجتهاد ويدعو إلى عادة باب الاجتهاد وضح أنه مش بس عالم دين ومجدد عنده فكرة بيكون حركة اجتماعية مبنية على التقاليد الإسلامية التقاليد المالكية الصوفية المؤسسات الزاوية ورقص على شيئين عبد الرحمن الاكتفاء الداتي والاعتماد الداتي على الدات والتجارة وتنظيمها وأيضا التعليم وكانوا أتباعه من جميع الحال العالم الإسلامي من المدينة من عسير ومن اليمن ومن مصر ومن السودان ومن المغرب ومن تونس ومن الجزائر الإخوان وحتى أيضا الأتباع يسمى الإخوان واستطاعت هذه الحركة لأنها وجدت في ليبيا بعيدة عن عيون الدولة العثمانية فجاء للصحراء الليبية شرق ليبيا في البيضاء الزاوية الأولى وبدأ يكون في الزوايا ومنها بدأت حركة بدأت حركة أو طريقة متقدمة جدا أنا برأيي كانت حديثة واستطاع أنه إنظم التجارة والقضاء والتعليم والتنظيم الإداري وكون محد عالي في مدينة واحة مجهولة اسمها الجغبوب هذه الحركة أيضا لأنه ورد في الجزائر والمستطيع العودة للجزائر بدأت في التكوين والإعداد التنظيمي الشيخ عمر المختار وحتى آتي إلى الإجابة هنا هو أحد تلامذة هذه الحركة وتعلم في زواياها ومعاهدها ولهذا عندما جاء الطليان إلى غازو ليبيا 1911 واجهتهم مقاومة مجتمع منظم وكانت كل قبيلة تعطي متطوعين وزادهم وأكلهم وبنادقهم ولما يستشهد أحد يبدلون بمتطوعين آخرين ولهذا الطليان استمرت المقاومة ضد مجتمع ليس قيادة يعني في حسب لمدة عشرين سنة بالنسبة إلى في غرب ليبيا القيادات كانت التركيبة السكانية والديمغرافية الاجتماعية مرقبة يعني إتعداد أكبر ثلاثين سكان ليبيا في الغرب الليبي ومدينة الطرابس هي طبعا مدينة الأكثر يعني هيمنة من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الإدارية والبنوب والمعاملات والإدارة والقضاء والتعليم وغيرا والقيادات في المنطقة الغربية جاءوا بفكرة كثير رائعة وهي تكوين جمهورية كون جمهورية سموها الجمهورية الطرابسية ولم يتفقوا على قيادة واحدة وكونوا قيادة جماعية من أربع قيادات الطليان وبعتوا رسائل إلى القادة الغربيين والعالم الإسلامي بالاعتراف فيها لم يرد أي من القادة الغربيين والأمريكان على رسائلهم وكان عندهم مجلس شورى وكان عندهم مفتي وكان عندهم يسيدي جيش وكان عند النظام إداري وكانت في رؤية متقدمة جدا الطليان طبعا دمروا عسكريين هذه الجمهورية الوليدة خلال سلتين كنت أسأل كليش سقطت بهذه السرعة هل ضعفها؟ لأن القيادات كانت أيضا بينها توازن ولكن بينها خلافات وستطاعوا أنهم عسكريا يضربوهم ضربة قاسمة وأيضا استغلوا بعض قيادات ضد بعضها يعني عملت تلاعب بالقيادات والشراء بعضها لكن عسكريا يعني جاءوا بجيش قوي جدا واستخدموا الطيارة استخدموا الطيارة أول مرة في ليبيا في التاريخ الحديث يا أدرامان وأيضا استخدموا طيران لملاحق المجاهدين وفيما باعت الغاز السام لأول مرة في 1929 كان دائما المقاومة ترجع إلى الدخوم وإلى الدواخل في فزان لكن القيادات الغربية في البنطة الغربية وأنا أعزوها إلى تعقيد التركيبة الاجتماعية والصراع بين الزعامات السياسية رمضان المريض عبد النبي بالخير والزعيم الكبير سلامان الباروني هو من أصل أمازيغي ولكن قاعد كبير وحاجر لعمان لأنه وإباضي وأصبح مستشار لسلطان عمان كما صار بعض المهاجرين الليبيين بعد الحزيمة مستشارين للملك عبد العزيز بن سعود وعاشوا في السعودية وآخرين اشتغلوا في سوريا ولبنان فاللي صار أن ليش الجمهورية الترابلسية والحركة السنسية مهمات لأن بالنسبة للحركة السنسية هي قامت على أنها حركة اجتماعية أم دينية ثنتين ثنتين مع بعض وكان فيها في تأسيس دولة أنا قلت في هذا الكتاب الأول في طروحة الأولى قلت أن لم يعلني الدولة ولكن البنية التحتية والمؤسسات اللي خلقوها والتركيز على هذه التجديد في هذه واستخدام المؤسسات المحلية هو الحقيقة أدى إلى قيام دولة من غير ما يعنوها لأننا خايفين لو يعنوها الطليان كانوا وحيداً برهم ولكن من ناحية الرمزية والمؤسسية بعد استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار وقتل ونفي كثير من آلاف من الناس اللي كانوا في المقاومة فيهم يعني جدي اتنين جدي الوالدي ووالدتي كانوا في المقاومة وهذا يمكن سر اهتمامي أنا بهذا التاريخ تحديداً من البداية المؤسسات السينوسية عطت يعني زي ما أقول التشيء أو الأصول المحلية لدولة الاستقلال فيما بعد الجمهورية الترابطسية أيضاً عطتنا نموذج آخر للمقاومة وعندما هزمت الفاشية الإيطالية في 1943 لأنها تحالف مع هتلر ومع النازية في ألمانيا بدأت لعب المنفيين الليبيين سواء في دمشق سواء في القاهرة سواء في تونس وخاصة الجناح اللي كان في دمشق كانوا على درجة عالية من التقافة والتعليم والكفاءة فبدأوا في تعبئة الرأي العام من فيها استخدام الحج اكتشفت أن الحج مثلاً كانوا يوزع في منشوراتهم ويلقوا في خطب وتعاطف طبعاً السلطات في الحجاز وبعد الملك عبد العزيز تلك الفترة يعني بعدها مباشرة ولكن في نهاية الأمر يا عبد الرحمن لما هزمت الجمهورية الترابلسية مؤتمر غريان قرر أن يقبلوا بأن بايعوا منذ بداية الأشرينيات أن يكون أمير مسلم يكون هو يقود الاستقلال في ضبط لأن الليبيين وحدتهم شيئين الجهات من أجل حق التقرير المصير ضد الاستعمار الإيطالي فيما بعد طبعا اللي هو مسألة اللي أعتقد في بعد الاستقلال هي مسألة المساوة القانونية والاجتماعية والتنمية يعني السؤال الوطني العام والسؤال الاجتماعي لكن اختلف فيها أشياء كثيرة وبالتالي أعطوا البيعة الحرقة السنسية لما ضرب فيها الجناح العسكري والمقاوم وألاف ما تبين فيها طبعا للكتاب الأخير اللي هو عن عن المعتقلات اللي هو هنأتي إليه قليلا أتمنى هذا لكن بدأ الأمير سيد محمد إدريس السلوسي اللي هو حفيد السيد محمد بن علي السلوسي الفكرة هنا نجب يكون وعيين أن الحركة السلوسية لم تكن شوفونية مثلا من ناحية أنها لازم يكون ليبي وإلا لا أتباحها من جميع الحال العالم الإسلامي وأيضا قامت بدور تعليمي وتنويري في نشر الإسلام بطريقة بديعة في غرب مثلا في تشاد في غرب السودان في شمال نيجيريا في النيجر أنا أعطيك مثال بسيط وأنا دائما أحب هذه الأشاء العملية مثلا الاسم السلوسي تجد في شمال تشاد في النيجر في جزء من غرب السودان وفي ليبيا حتى في الغرب الليبي وحركة السلوسية انتشرت بشكل عميق في الشرق الليبي وجنوب الليبي وفي تخوم المنطقة الغربية لأن الدولة العثمانية كانت قوية بمؤسساتها فلم تتغلغل في الجوانب بالمدن الحضرية في الغرب الليبي بس كيف كانت علاقة الحركة السلوسية مع الدولة العثمانية؟ شائكة وأيضا متغيرة الدولة العثمانية كانت تنضرب بعين الريبة وتحاول تسيطر على الشرق الليبي ولكن من ناحية العملية السيد محمد بن علي السنوسي اختار تخوم ودواخل شرق الليبي لأن الدولة العثمانية ليست لها يد قوية هناك ونفوذ كبير وعندما صارت قوية صار في نوع من التفاوض اعفوا من الضرعب الزوايا السلوسية أو المساج اللي ما سموها أنتم أنا سميها الزوايا في شمال الأفريق اللي هي عفية من الضرعب العثمانية ولكن كان هناك نوع من التوتر وكان هناك أيضا مبعوثين عثمانيين إلى الكفرة العاصمة الثانية وفيها بعض في عاصمة ثالثة في تشاد لأن طبعا رؤيتها يعني الجامعة الإسلامية بشكل عام فاللي صار أن الدولة العثمانية كانت علاقتها باعتقاد ممنية على التهاد فترة ولكن التوتر فترة أخرى وعندما هزمت وجاء الاستعمار الإيطالي بدأ التحالف ما بين الحركة السنوسية والدول العثمانية يعني واجهوا عدو واحد ولهذا الزعيم الثالث للحركة السنوسية وهو ودفن في البقية عندكم في الحجاز شخصية عظيمة ومناضلة اسمها سيد أحمد الشريف السنوسي ابن السيد المهدي السنوسي اللي هو ابن المؤسس الإمام محمد بن عليه السنوسي طب ليش أعلن عن وجود الدولة السنوسية في 1912 وش السبب بعد هذا كله يعني هي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر لأن أعتقد كانت أولا وش الحاجة إلى إعلان دولة أنا ذاك هل كانت لجمع الناس ضد في مقاومة ضد الاحتلال الإيطالي المقاومة طبع جمعة المسألة وعدين أيضا لأن منوظم الشيوخ والمجاهدين جاؤوا ليس من القبائل المرموقة والعليا من القبائل المراطين والجماعات الأخرى وصار فيه نوع من التمازج بين الاثنين على الكفاءة والقدرة العسكرية والقدرة المعرفية وبالتالي كان لما هزمت الحركة السنوسية طبعا أمور المختار شيخه شوهداء أمور المختار أسر وأيضا حوكم وشنق أمام الناس استشهد أمام الناس 20 ألف في نفس الوقت الأمير محمد إدريس السنوسي طليان بعدما هادنوه طليان وعطوه إمارة وصار أمير وصار اعترفوا بدوره السنوسية جاءوا الفاشيين الطليان بكيارة بوسليني وقالوا لا معاهدات ولا قانون أساسي ولا حكم داتي ولا يحسنون ليبي هادلين هادل جزء من إيطاليا كما كانت في أيام الحقب الروباني فاستغلوا المسألة هذه فبدأوا عملية بشعة وعنيفة ودموية لضرب آخر جيوب المخاومة بسموه هذا كان برضو من قبل وفاة أو مقتل نعم لكن الفاشيين جاءوا بعنف وجاءوا بسياسة أكتر جيوش أكتر تسليحا وعددا وطر السيد محمد إدريس السنوسي أن يهاجر إلى مصر وحنا صارت فيه نوع التباين فجر النظر السيد محمد الأمير محمد إدريس السنوسي قال لابد من التفاوض والاعتراف بي أن الوضع الآن صعب ولكن أيضا إيجاد حليف آخر الإنجليز والإنجليز أيضا كانوا يهمهم أن يكون أمنهم في مصر مضمون لأن يخافوا من توتر الجبهة الشرقية جبهة الغربية فكانوا يحتاجوا إلى أنهم وخاصة أن السيد أحمد الشريف السنوسي اضطر بضغط عثماني أنه يهجم على مصر في أيام الحرب العالمية الأولى وطبعا كانت تصر في البداية وانضم له بعض الضباط المصريين واحتل جزء من الرباحات والمنطقة الحدودية ولكن الجيش الإنجليزي ضرب بعنف وهزم فصار يقود جيش جائع وانتهى به أنه الإطليان والإنجليز فرضوا في المفاوضات أنه يطرد من ليديا فهو هجم على مصر باسم الجيش الليبي؟ لا يعني كان باسم بالتحالف العثماني العثمانيين كانوا أنور باشا وصرين أنه لازم يكون في الجيش العثماني من فلسطين والقوات العثمانية والسنوسية تهاجم على الوجود الإنجليزي في مصر هذه كانت رؤاهم العسكرية طبعا فشل وأيضا اللي صار أن السيد أحمد الشير في السنوسي الحقيقة طرد ليبيا وعطوه الحق أنه يذهب للمنفى فذهب إلى بغواصة ألمانية إلى إسطنبول ورح به كثيرا وكأحب قالت الجهاد الإسلامي ولكن هذه الفترة كانت الحلفاء بدأوا يغزو في داد في الغزو تركية وتركيا الفتاة لم يعجبهم كثيرا هذه الشخصية الكارزمية القوية فطر هو يدوء أنه يهاجر وذهب إلى الحجاز وعاش في الحجاز حتى وفاته في عام 33 أعتقد ودفن في الحجاز الملك الدريس محمد ديج السنوسي رحمة الله عليه بعد وفاته في مصر طلب أنه يدفن في الحجاز أيضا فأنا بيك شوف يا عبد الرحمن كيف تداخل العالم الإسلامي برغم الدولة الحديثة وكل شيء لكن هناك أشياء متداخلة قطعا أنا طبعا لم أكمل إجابة على سؤالك اللي صار أنه بعد الهزيمة العسكرية بعد 20 سنة من المقاومة السيد أحمد الشريف انتهى بالمنفى في الحجاز وتوفى في الحجاز الأمير محمد إدريس السنوسي كان منفي في القاهرة موجود في مصر وكان مشهد نظر السيد إدريس السنوسي اللي لا بد من التفاوط ويكون عندك حليف وكانت طبعا جزء مهم منها كان إشكالي بالتأكيد وكانت الجماعات في الغرب الليبي في فزان كان في شخصية كارزمية لعائلة سيف النصر هذول كانوا من قادة الجهاد أيضا وهم كانوا سنوسي للمذهب وفي الغرب الليبي كان القادة الجمهوريين اللي حكينا عليهم والكتير منهم انتهوا في المنفى في مصر وفي سعودية وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي تونس فصار التفاوض جاءت مناس تاريخ أعطى المجتمع الليبي فرصة ذهبية لم حد يتوقعها هزيمة الفاشية الإيطالية مع الألمان في الحرب العالمية الثانية في حروب العالمين وما تبح في غزو الحلفاء إلى أوروبا فبدأ بدأت التفاوض في المنفى وداخل ليبيا على الاستقلال وكانوا الصراع بين الاستقلال والوحدة هل نحتاج لنظام فدرالي وإلى لنظام موحد واتفقوا ووصلوا إلى قناعة أنا سميها التوافق التاريخي اللي خلق الاستقلال الليبي حاجتين الحاجة الأولى أنه تحالف مع الحلفاء اللي هما كانوا ينظروا بعين التعاطف على كيان ليبي يكون حليف لهم بس الشيء الآخر استقلال النضال والجهاد الليبي ضد الضليان والتضحيات في أن رضوا بقيادة الأمير محمد المهدي السنوسي اللي هو كان علاقة قوية مع الحلفاء ولدخل مع الحلفاء في مجموعة متطوعة سموة الجيش السنوسي دخل من مصر إلى ليبيا فبدأ الاصطراع على الاستقلال وأيضا طبيعة الدولة هل يتكون فدرالية أم موحدة وأخيرا اتفقوا على الاستقلال ولكن كدولة ملكية فدرالية دستورية لماذا أختار أنها تكون دولة ملكية لأن شيئين القيادة اللي هو الأكثر بروزا وأكثر تقبلا حفيد مؤسس الحركة السنوسية وحركة قادة الجهاد الليبي وطاريخها ناصع خاصة قادتها الأوائل بالتالي فيه رصيد كبير في الشرق الليبي والجنود الليبي للحركة السنوسية وجزء حتى من الغرب الليبي في الدواخل وأيضا الملك أو الأمير في ذلك الفترة الأمير محمد الديش السنوسي اجتعد وكان اجتهاد كان فيه كثير من الحصافة طبعا كثير من الجمهورين الليبيين وحتى جيلنا إحنا والجيل اللي قبلنا ينتقدوا هذه الأشياء كيف تتحارف مع الإنجليز كيف تعطي القواعد هذه الأشياء وأنا أعتقد هذا نوع من القفز إلى حد كبير على ذلك المرحلة ما كان متاح وهو أن ليبيا موحدة بتحالف مع دولة غربية لأن الجمهورية الترابسية لم يكن لها حليف دولي وحطموها طليان بسرعة بعد سنتين الملك محمد الأمير محمد الديش السنوسي بوية من القيادات الليبية في الجنوب الليبي طبعا هم السنوسيين حالة سيف النصر وفي الغرب الليبي القيادات الحضرية والريفية في الغرب الليبي توصلت إلى أن على مضب لا بد أن نقبل ببيعة واستخدموا شيء من التقاليد الإسلامي والعربي هو البيعة بيعة الأمير محمد إدريس السنوسي اللي هو أمير للبلاد هذا هذا التوافق اللي هو أنا برأيه كان توافق مهم وتاريخي سواء انتقدناهم لا لأنهم كثير الليبي هذا جدل هناك جدل كبير عليه وخاصة بعد 69 جدد هذا الجدل فأدى إلى نضال شعبي وتأجيج من أجل استقلال ليبيا ضد تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول فكانت في خطة تقسيم نعم كان فيه برنامج ما بين الفرنسيين والطليان والبريطانيين والبريطانيين الحد كبير يعني سموها بيثن سفورزا الوزراء الخارجية كان بيقسم ليبيا إيطاليا تعود إلى الوصاية الإيطالية فزان تحت الوصاية الفرنسية وبرقة تحت الوصاية البريطانية إلى حد كبير ف ما حصل صار فيه اتحاد صار فيه اتحاد من ناحية القيادات وصار فيه تأجيز شعبي ضد بيفن سفورزا والتقسيم الشعب الليبي قطاعات تيبر نظمت نفسها وتظاهرت وبرسأت رسائل وتلغرامات وصعدت وصعدت المسألة وطبعا إنشاء الجامعة العربية في الفترة ساعد وخاصة إن أول أمين الجامعة الدول العربية وهو السيد عبد الرحمن عزام كان من ضمن للمقاومة الليبية والجهاد الليبي وكان أحد مستشاري الجمهورية الطرابلسية وزوجتها الأولى والثانية الليبييات تشوف التداخل مرة أخرى تشوف التداخل العربي هذا في المنطقة يعني في نفس السياق وأنا طبعا لازم أقول لك عن المسألة هذه يعني بوركيبة من أصل ليبي جدة من مصرات بنبلة من أصل أسرة من أصل مغربي من مراكش وأعتقد أن يعني الآن صعب شوية لأن الحدوث صارت مرسومة والدول صارت عندها أكثر وضوحا في حدودها لكن حتى منتصف القرن العشرين العالم العربي والإسلامي كان فيه نوع من السيولة الفلوليزي يعني يجب أن نقوله باللغة الإنجليزية سيولة للتنقل والزواج والإقامة وبالتالي لا بد أن ننظر هذا بعين الاعتبار عندما نحكي على التوافق التاريخي عليتي حال أنا برأيي هذا التوافق التاريخي اللي هو غائب الآن القيارات الليبية تكفر وتمارس خطاب الاغتيال المعنوي والشخصي لكن الذي خلق الاستقلال الليبي هو هذا التوافق التاريخي بين القيارات الليبية وبالتالي بمباركة ودعم القوى الغربية بالذات بريطانيا في البداية والولايات المتحدة فيها بعد واستقلت ليبيا كملكية دستورية فدرالية لكن في عام اثنين وستين اثنين وستين قروا أنه بحكم النفط والمصاريف وغيرها صارت ليبيا موحدة وألغي النظام الفدرالي وش الفرق؟ هي كانت المملكة المتحدة الليبية المملكة الليبية المتحدة عام واحد وخمسي اي بدين وشي اللي حصل عام اثنين وستين خلالها تتغير شيئين طبعا احنا في عاملين العامل الأول هو أن اللفط اكتشف في ليبيا في نهاية الخمسينيات وفجأة ليبيا صارت انتغلت من أفقر دول العالم إلى واحدة من أغنى دول العالم إلى دولة غنية وبعدين بسبعينيات صارت من يعني من الدول اللفطية القليلة في المنطقة فاللي صار أن إدارة الاقتصاد الليبي اعتقد تطلبت أن تكون فيه مركزية بالتخطيط والنظام الفدرالي كان فيه ثلاث حكومات عصنتين مجال استشريعية كانت بيرقراطية يعني رغم أن الآن الفدراليين بعد 2011 بعد صغوط القدافي يعطوا فيه صورة وردية وحالمة على النظام الفدرالي طبعا لازم أكون منصف لهم لأن يعتقد أن التهميش اللي صار بعد القدافي خاصة المنطقة الشرقية مهم ولازم موحد يعني يكون يعني حساس وفاهم مشاعرهم أنا أتفاهم هذا جيدا لكن الحقيقة النظام الفدرالي النظام المالكي نفسه النخبة وصلت إلى قناعة أنه من ناحية العملية غير مجد وتكون نظام ممتاز أنا أتمنى للليبيين صارت تحاول فيها أكثر من عشر محافظات وكان فيها نظام محلي العبرة في نهاية الأمر أخويا عبد الرحمن المسألة مش في الأسامي هل من ناحية الفعلية فيه كل حكم محلي وتمكين للناس الذين يديروا شؤونهم الاقتصادية والإدارية والقضائية والتعليمية بشكل حقيقي وإلى لا لأن بكل سهولة نقدر نعمل الدستور الفلاني ونعمل البرنافج الفلاني ونعمل الشركة الفلانية لكن في نهاية الأمر كيف نطبق هذه الأشياء فالتاريخ الاجتماعي الليبي والصراع من أجل الاستقلال كان معقد جاء رحمة من ربي باركة من ربي ناطليان يعني هزموا في الحرب العالمية الثانية وهذا فتح الفرصة للقوى المعارضة والشعب الليبي نوعي ترتيب أدواتها كانت قيادات عقرية وملتزمة وكفعة اللي هي كانت تناظر من أجل الاستقلال في المنفى وخاصة في دمشق جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي وكانوا من ضمهم شخصية مميزة جدا وزعيم بارز اسمه الأستاذ بشير السعداوي اللي هو كان أحد بستشاري الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه في لما نفي وكان تعلم تعليم العثماني وكان شخصية بارزة في المنطقة الغربية وكون حزب اسمه حزب المؤتمر الطرابلسي قال فيما بعد فهذه الليبة الحديثة تكونت من خلال هذه الصراعات المحلية والإقليمية والصراع من أجل استقلال من الاستقلال وكانت مركة ومعقدة بجيء القدافي هذا موضوع آخر لكن خلينا نعرج على موضوع دموي والبشع في المعتقلات اللي إحنا بسأنا بعرج على يعني أحسن فيه كم نقطة ودي أرجع لها فضل برجع إلى القرن السادس عشر أيها ليبيا تحت الحكم العثماني كيف علاقتها بالدولة العثمانية سؤال وجيه كانت ولاية طرفية سسمى ولاية طرابس الغرب ما كانت تسمى ليبيا لا كما ذكرت لك يعني من حوالي ساعة حضر الرحمن كان اسم ليبيا زي ما تونس كانت إيالة تونس والجزائر كانت دورة الدايات في الجزائر اسم ليبيا هو اسم قديم في قبائل ليبيا من فترة رومانية قديمة جدا ولكن الرومان كان يسمون ليبيا نسبة للقبائل الليبية ليبيا فالطليان وحدة يعني أحد الأشياء اللي حاولوا أنهما يبروا فيها غزبهم ليبيا يقولوا إحنا مش جايين لليبيا كاستعمار إحنا نعود البحر المتوسط كانت بحيرة رومانية وليبيا كان جزء من الامبراطورية الرومانية ونحن ورثت الامبراطورية الرومانية شو العجب والكذب هكذا تبريرهم للاستعمار جزء مننا يعني جزء من الخطاب الرسمي نقولوا كما أن البحر المتوسط كان بحيرة رومانية ونحن ونحن الفاشيون الجدد أمين المستعمير الطليان في 2011 وبعد خاصة الفاشيين يقولوا إحنا ورثت الامبراطورية الرومانية فلو سألت أي عربي مثلا في القارن السابع عشر عن ليبيا ما بيعرف شي اسمه ليبيا يقولك ترابلس حتى الآن بس يعني لقوة ليبيا ممكن ما يعرف الآن الليبيين طبعا العربية فهموا ليبي لأن الاسم كان من 51 اللي عند الآن الآن معلوم لكن من نحن سنت فيلم قديم يعني هل هذا هو كان غائب تماما يقولوا ترابلس 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 وأخوة في تونس اللي هم قريبين من الشعب الليبي كتير لأن العائلات عندكم كما فقط الجزيرة العربية تلقى جزء من شمال اليمن وجنوب اليمن تلقى هنا وهناك ما بين الكويت والسعودية كويت والسعودية يعني شمر تلقىها في في العراق وفي السعودية وفي سوريا مثلا نفس العملية في ليبيا و تونس ليبيا و تونس خاصة الجنوب التونسي بالدليل أن بورقيبة زي ما حكيت لك النجدة هو الأكبر كان من مدينة مصراتة ولهذا كانت ليبي يقول لك طرابلس كانت هي ولاية غرب طرابلس الغرب طرابلس الغرب تمييز عن طرابلس الشام كان في طرابلسين والاسم طرابلس يعني حتى المشاهديك يعني يفهموا هذا هو اسم قديم روماني قديم كانت فيه ثلاث دول مدن بيزنطية ورومانية اللي هي سبراتا لبتا ماغنس و أويا وطرابلس المدن الثلاث اللي هو تريبولس تغيرت باللغة العربية وصارت طرابلس أو طرابلس عجيب والله فكان فيه طرابلس الشرق طرابلس الشام وطرابلس الغرب الولاية طرابلس الغرب اللي هي من منتصف القرن الثالث عشر حتى 1900 كانت في دوق فترة فيه استخلالية دولة قره مالية حكمت ضابط عثماني استقل بالدعي كما صار في ولاية عثمانية أخرى تسمى الدولة القره مالية ولكن خوف الدولة العثمانية من مجي واستقلت حرب أهلية ما بين ضعف الأسرة وقره مالية فبعدت بالجيش العثماني والصول العثماني خوفا من سخوط طرابلس كما سقطت الجزائر وتونس فطرابلس الغرب يا أخي عبد الرحمن هي آخر ولاية عثمانية في شمال أفريقيا ولهذا لكن في شرق الليبي أحيانا متصرفية وانغازي كانت متصرفية مستقلة تتبع دولة العثمانية ولكن بشكل عام لما تقول حتى في تركيا تقول أنا بنابش الأخوة الأتراك نقولهم أنا من طرابلس غرب يبتسموا لأن عارف أن الداكرة التاريخية ورموزها لها معنى كبير ليبيا أيضا حتى يعني نعطيك إجابة أكتر يعني آخر نقطة في الإجابة على هذا السؤال ليبيا من ناحية التأثير العثماني طويل ولكن التأثير العثماني كان دائما يتركز على المدن الدواخل المدن طرابلس الخمس مصراتا الزاوية يعني بنغازي درنا الدواخل كانت مستقلة مستقلة بحيث أنها تحكم نفسها بنفسها يعني من ناحية من ناحية الإسمية تتبع الدولة العثمانية ولكن من ناحية الفعلية كانت مثلا نعطيك زي ما شبنا الحركة السلوسية كانت حكم ذاتي مستقلة ينافس الدولة العثمانية في الدواخل الدواخل يعني المناطق الداخلية هذا اسم نستخدم نحن كتير في شمال الفريق وأيضا في القرن الثالث عشر وحتى القرن بداية القرن التاسع عشر تكونت دولة أسسها أحد الأشراف من مدينة فاس اسمها محمد بن إدريس الفاسي نحن نسميها دولة أولاد محمد محمد هو لفظ عندنا في شمال أفريقيا أحيانا نقول محمد وأحمد لكن أيضا عندنا باللهجة المغاربية نقول محمد في الصعيد اكتشفت أن حتى الأخوان الصعايد المصريين يقولوا محمد أيضا فيسموا محمد وأحمد وأيضا محمد لما يدلعوا الليبيين محمد يا عبد الرحمن وهذه كنت يقولوا محمد يسموا حميدة ولهذا جدي كان عمي أجداد اتنين عندهم واحد محمد الكبير ومحمد الصغير فالصغير اسمه حميدة الصغير وصار اسمك علي حميدة علي عبداللطيف حميدة الصغير فهذه بس اللغة والتقاليد مهمة في هذه المتاز طيب إذا بيرجع للدولة الثمانية الآن في 1986 بدأ الاستعمار الإيطالي لليبيا 1911 1911 الغزو بس انتفصلت إلى قسمت الاستعمار الإيطالي إلى قسمين انه استعمار اقتصادي ايدولوجي بدأ من 1986 إلى 1911 وفي غزو العسكري من 1911 إلى لا هو اللي صار يا عبد الرحمن ان الطليان بدأ لما بدأوا في التفكير كانوا عيونهم يبقوا ياخدوا تونس يستعمروا تونس الفرنسيين اخذوهم منهم في 1881 وفي جالية إيطالية كبيرة في تونس حتى الستينيات ولكن لما الفرنسيين استعمروا تونس لحماية مستعمارتهم الكبيرة والمهمة الجزائر ووجدوا تواطع من الأسرة الحسينية اللي هم بايات تونس طليان بدأوا في التفاوض مع الفرنسيين ومع الألمان ومع الإنجليز ووافقوا وقتت لهم ولا يطرابس الغرب في مقابل اعترافهم بحقوق الفرنسية في المغرب وأيضا في تونس بينما كانت إيطاليا كانت تونس تفلاوتي بتونس ورغبتهم في تونس وليبيا بأي دافع طبعا المشروع الاستعماري هو مشروع كان توسعي لأن يعتقد الدول الأوروبية كانت تعتقد أنها عندها حق للتوسع من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الديمغرافية وأيضا تقرت أن بررتها بأن تبي مصادر للثروة مصادر للسيطان أسواق وبررتها أن من حقها كدول متقدمة ومتمدنة أنها تستعمر الدول الضعيفة اللي سموها يعني عبء الرجل الأبيض كبني يقول the burden of the white man يعني أو الايدولوجية الرومانية نحن يعني أحفاد الامبروتورية الرومانية ففيه طبعا يعني أعذار وأيديولوجيات سخيفة ومضحكة ولكن هذه إشكالية الاستعمار الاستعمار كان طبعا إحنا ما نعرفوش كعرب أن الاستعمار والأيديولوجية الاستعمارية تجاه الشعوب غير المستعمرة هي كانت عنصرية ومتعمقة في العلم في التعليم في الثقافة في المجتمعات الأوروبية وصارت حتى أنا أذكر أن في كتاب قراءة طلبتي أن حتى العلماء بدأوا يفكر يقولوا والله إن في الطبيعة فيه أشجار وفيه وفيه حيوانات تنقرض وبالتالي فيه شعوب بالحق عنها تستمر لأنها عندها قدرة على القوة والمناعة وكل شيء والشعوب التعبانة هذه والمتخلفة وكذا تنقرض شيء طبيعي فصار نوع من تطبيع العنصرية والاستعمار وأيضا حتى الإبادة طيب الحين إحنا نقدر نتفق أنه من 86 إلى 2019 كان فيه أنت ليش يا عبد الرحمن مركز على 86 لماذا أنت تشيل طيب لأنا طبعا أنا بجي على 1911 هنا كان في حضور اقتصادي دخول لإيطالي على ليبيا من هالجانب هي بدأت عبد الرحمن في الإعداد لما لما خسروا تونس و أنت في كتابك تقول بالحرف أن الاستعمار الإيطالي بين عامي 1880 إلى 1911 كان بدافع اقتصادي وإيدولوجي في شرق أوروبا أو شرق أفريقيا في إيرتريا أول مستعمرة كانت إيرتريا عبد الرحمن أول مستعمرة لهم شروح شرق في إيرتريا وبعدين المستعمرة الثانية كانت ليبيا قبل قبل ليبيا نعم قبل طرابلس قبل 1911 نعم وكان فيه عن طريق الإقراض ومصرف روما داروا جاء عملوا بنك روما جاء أعطاه قروض بشروط كثير ممتاز للناس والفكرة مش هدف البنك ما كانش حيث نجاح اقتصادي هو شراء العراضي تغلغل في المجتمع خلق فئات يعني مرتبطة اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا بالمشروع الاستعماري وبدأوا يكونوا فيه مدارس صعف أو يبعتوا في رحالة للتمهيد لها للغزو فهم بدأوا بالتمهيد الاقتصادي لأن حضرتك اللي ذكرتها صحيح لكن الطليان مروا بمشكلة انهزموا من الحبشة في 1896 في معركة اسمها معركة عدوة كان عندهم جنرال طائش ومغامر ومغرور فكلعا راسا من الأحباش وانهزموا وعند الآن المشروع الاستعماري في بداية القرن العشرين يبكوا على معركة عدوة ولا بدأ من الانتقام من عدوة فشوف كيف الداكرة التاريخية الاستعمارية الأوروبية وحنا العرب لازم نهتم مش بس اللي شار في بلداننا لا بدأ ندرس التاريخ الأوروبي والثقافة الأوروبية وأيضا المخاوف والتحيوزات وأيضا الرموز وكيف يفسروا الأشياء هذه وبالتالي هذا كان ليه تبعات فيما بعد على غزو الجزائر وغزو تونس وغزو ليبيا وأيضا البقية البدان العربية اللي استعمرت بشكل مباشر طيب لما تقول أنه بدافع اقتصادي واضح ايدالوجيا وش كانت الايدالوجيا اللي كان يبغي الايدالوجيا الاستعمارية تبرير الايدالوجيا الاستعمارية تبرير التغلغ الاقتصادي والديمغرافي في الجزائر وفي ليبيا في خلاف عن بقية المناطق الأخرى وهي أن كانوا ينظروا على الجزائر وليبيا على أساس أنها هي جزء من إيطاليا وجزء من فرنسا وكان كان فيه خطة محددة لإرسال مستوطنين الفرنسيين كان عندهم حوالي مليون مستوطن لبياد نوار الأقدام سوداء في الجزائر وفي ليبيا كانوا بدل ما يعطوا أراضي للفلاحين الطليان خاصة في الجنوب الإيطالي في سقلية سيسيليا جاءوا بحل آخر خططوا لتوطين نصف مليون فلاح إيطالي في ليبيا وكيف تبريرهم يا عبد الرحمن قالوا قالوا الآتي أنا قرأ طبعا الأدبيات الاستعمارية والصعف والإعلانات وكتب عن هذا الموضوع قالوا والله إن مهاجرين في أمريكا وفي أمريكا اللاتينية يسائز يعني تصرف معهم ويهانوا إحنا نبغى أيضا حاجة أخرى نبغى مستعمرة جزء مننا وبالتالي إن نوطن فيها مواطنين ويكونوا رائقين ومستانسين وما عندهم أي مشكلة المشكلة زي ما صار في فلسطين الآن إنه في ناس فيه فلسطينيين وفيه جزائريين مسلمين وعرب وفيه ومازيق وفيه ليبيين مسلمين وعرب فبدأ هذا هذا طبيعة الصراع الأيديولوجي وأنا أقول لك أيضا التبريرات الأكاديمية اللي إحنا ما نقرأها العرب نقرأ إلا ما كتب عننا وما ترجم عننا لكن كنا نقرأ بالإيطالي ولا بالفرنسي ولا بالإنجليز وخاصة اللغة الإنجليزية الآن اللغة المهيمنة يعني المصادر موجودة لما تقرأ المصادر الأولوية وأنا دائما كنت أعمل في شيء عبد الرحمن من بدايات تكويني الأكاديمي أني كنت لا أدرس هذه القضايا من جانب المصادر الثانوية كنت أدرس الإرشيف كمعرخ أعمل المقابلات الشفائية وأيضا أمارس العمل الميداني أني أروح بالآلة التصوير وبجاجة التسجيل وهذا اللي عملته وهذا أفادني لأن أعتقد أن حتى الأرشيف لازم مهم الأرشيف لأنا لا أقول أن الأرشيف مش مهم لكن الأرشيف هو كتب بلغة المهيمن المستعمر وخياراته ماذا يعني تذكر وماذا تنسى ما هو ما سكوت عنه وما هو المتاح وما هو مخفي ولهذا أنا أزعم ليس في الحالة الليبية في حسب أن التاريخ كثير من التاريخ العربي خاصة تاريخ المجتمع مسكوت عنه ومخفي ولم يكتب بعد وهذه فرصة للأجياء الجاية اللي تكون إعداد منهجي وإعداد لغوي وإعداد تفكير ناقد أن يعيد إثارة أسئلة جديدة على مواضيع نعتقد أنها محسومة وهي وش محسومة يا عبد الرحمة 2011 جاء الاستعمار العسكري نعم الإيطالي كنت في كتابك قلت أدى الاستعمار الإيطالي لزلزلة عنيفة نعم للمجتمع الليبي أريد أن أعرف يعني ما طبيعة هذه الزلزلة العنف يعني جيش حديث مدرعات بناتك حديثة مدافع بوارج تضرب بعنف نعطيك مثال مثلا معركة شارع الشط يعني في البداية يعني خارج ضواحي طرابلس فوجئ الطليان وهذا طبعا كان مصالح الليبيين أن أعتقدوا أن الدعاية الإيطالية كانت بتقول أن الليبيين كانوا متخلفين ومضطهدين وبؤساء لأن الحكم العثماني كان سيء وإحنا جينا بيش ننقدهم ونطورهم ونمدنهم فلما بدأ الغزو في بداية أكتوبر كيف تقبل الليبيون هذا الكلام هذه الدعاية هذه الدعاية طبعا الغالبية العظمى ضحكوا على المسألة في البداية لكن لكن خليني نكون أكثر إنصافا وهذا الكلام طبعا الليبيين طبعا دائما يحربوا منها في فئة تواطعت في فئة تواطعت يا عبد الرحمن مثلا نعطيك مثال واحد من يعني عميد يعني مدينة رابلس كان يحلم إنه يصير كيف الباية متاع تونس إنه يحطوه الفرنسيين يعمدوه كحاكم ويحكم من خلالهم أو من خلال التوافق معه فهو ساعد في عملية الغزو في طبعا أسر الليبية كانت عندها صراعات مع الدول العثمانية وخلافات واعتقدوا أنهم يعني قووا خصومهم في مصراتا في طرابلس في الجبل ضدهم هما وبالتالي لم يكن يعتقدوا أنه هو تواطئ يعتقدوا أنه نحن نبول حقنا نأخذ حقنا وبالتالي فيه مثلا أسر وزعمات قالت والله إحنا جبنا بطليان نعم من أجل هذا وشيش كان المساعدات والتواطئ فتح الحصون المساعدات نعم معلومات استخباراتية على الحصون وعسكرية أحيانا جمع حتى السلاح ومستشارين مستشارين بالغزو الإيطالي لكن الشيء اللي هو طبعا لم يتوقع الجيش الإيطالي في نهاية 1911 إن تكون فيه مقاومة منظمة بأسلحة بدائية ولكن مجتمع منظم لم يكن أدلش كان متماسك وكان ينظم من أجل الإسلام والوطن هذه كانت الفكرة الأساسية فيه وأعتقد إن مثلا في شارع الشط عشان صارت مدبح شو اللي حصل جيش الإيطالي تقدم بعد ما ضرب دكل المدن الخمس وطرابلس والزاوية وبنغازي ودرنا وكذا واحتل في البداية تقدم لأن طبعا القوة التكنولوجية والعسكرية كانت شيء يعني لا يتصور خاصة بالنسبة للنبيين ف اتقدموا والمجاهدين عملهم كمين منطقة شارع الشط وقتلوا مجموعة من الطباط والجنود انتقم الجيش الإيطالي بارتكاب مجزرة أدت إلى وفاة ما بين ثلاثة لأربعلاف ما بينهم بينهم أطفال ونساء وغيرها معروفة أنها مدبحة شارع الشط فكانت شارع الشط خلينا أعطيك قصة شوية لطيفة عشان انخفف على المشاهدين كانت فيه أسلحة لا تنسى أن الناس في ليبي في ذلك الفترة أو طرابلس وبرقا في ذلك الفترة وفزان كانوا الحكم الناس كانت تحمل السلاح لأن عشان قطعانهم وأملاكهم وأرزاقهم ومزارعهم لأن الدولة المركزية العثمانية كانت محدودة حتى مثلة الخطف والصرقة والكذا مهم من نسبة لهم فالسلاح والتدرب على السلاح كان مهم وأيضا الدولة الحركة والطريقة السلوسية لا بدور حافل في العداد على الأمد البعيد يعني عقرية الحركة السلوسية إنها لأن مؤسسها كان جزائري عالم جزائري ولم يستطع العودة إلى بلده ولهذا كان فكرة أن لن نبدأ بالسلاح بإعداد الإنسان تعليم التجارة والتركيز على الاكتفاء الذاتي اكتفاء الذاتي والشيء اللي أنا أفكر فيه أحيانا نقول هذا الرجل خارق الدكاء وعنده بعض نظر غير عادي يعني هو وأتباعه والقادة اللي فيها بعدها أخذت يعني بدأوا في منتصف القرنة التاسع عشر يعني خلال خمسين سنة هم يبنوا في مجتمع لما جاء الطليان واجهوا مجتمع متماسك رغم أنه فقير ويمكن حافي وأكل تمر ولبن وشوية حاجات بسيطة يعني ولكن متماسك وعند معرفة وعي باستقلاليته والخطر الذي جاء في البلدان المجاورة الجزائر تونس وبالتالي ما كانوش يعني خارج خارج المنطقة ككل وما يجري فيها من ناحية من ناحية هذه وكتاباتهم ورسلاتهم تشير إلى أن كان فيه وعي عميق بأعدعهم هل كانوا يعتقدون أن الفرنسيين اللي بيهاجمونهم ولا كانوا على الدراية الحركة الفرنسية السنوسية لما جاءت الفرنسيين في التشاد وبدأوا في التوغل فهدافوا عن زواياهم زوايا اللي زي ما عشان المشاهدين والمستمعين عندنا في الجزيرة العربية وفي المشرق الزاوية هو لفظ مغاربي يعني مسجد احنا نقولها زاوية اللي هو بالنسبة للسنوسية كان مسجد مدرسة فندق مجلس غضائي ويتبرع الأهالي والناس بالأرض وبالعمل ووقف من أجل هذه الزاوية والحركة السنوسية كانت توفر العلماء والأئمة والمدرسين والمدربين مبدأ البدربين حتى على السلاح والحرف يعني المكتبة المحهد الأعلى في الجغبوب كانت فيها آلاف الكتب بطليان دمروخ فيما بعد فهنا تأتي شيء معظم المؤرخين الليبين يخفز عليه وهو دائما نركزون على الجهاد أنا برأي النجاح الأكبر للحركة السنوسية والجمهورية الطرابوسية والصفوف خاصة الصف الفوقي في صفوف التحالفات الفلاحية القبلية ميزتها أنها كونت من خلال تراتها ومن خلال مؤسساتها أدوات لتنظيم نفسها ليس فقط في القرنة 19 ولكن حتى في مواجهة هذا الغول الكبير الذي جاء بأساطيله ومدافعه ودباباته وطائراته لأول مرة البدائية ولهذا هذا التماسك يفسر الاستمرارية وأنا أزعم أيضا نجاح للطريقة السنوسية ليس في الجهاد والقتال في تأسيس وتنوير المجتمع المحلي وتوحيده يا عبد الرحمن توحيده توحيده ليس بالخطب وبالمواعد لا توحيده من خلال رؤية جديدة لكيفية بناء المؤسسات كيف أن التعليم هو يوحد مفتوح على كل الفئات ومبني على الكفاءة وبالتالي قارت الحركة السنوسية شيء عجيب اللي اكتشفت منها من أصل يمني من أصل غرب ليبيا جنوب ليبيا من تشاد من الحجاز من تونس من الجزائر ومن المغرب وقارت الإخوان وقارت الأدوار اللي هي الجماعات العسكرية المقاتلة اللي تضرب وتفر كر وفر وكانوا منهم خليط عجيب جدا ويوحدهم اللي هو الإسلام السنوسي السني الإصلاحي الجديد فالطليان اعتقدوا هل كان الدولة العثمانية الدور في المدد أو في الجيش هذا سؤال مهم في البداية طبعاً شعروا السلطان العثماني ووزراء ونخطة شعروا بالخجل وأيضاً شعروا بالذنب لأن الحامل الحاميات الحاميات العثمانية في ليبيا كانت حوالي خمسة لار وهناك بعض اتهامات أن بعض وزراء تواطعوا مع إيطاليا في أن يخففوا من بحجة مساعدة انتفاضة في اليمن واللي صار أيضاً أن أعطوا الاستقلال للشعب الليبي للطرابرس للناس المسلمين في طرابرس ولكن كانت كأن أنتم ملقى المستقلين جاوكم بالضليان ربنا يوفقكم لكن أنتم عاطناكم الاستقلال يعني فكانت هي طبعاً أضعف الإيمان ولكن مش أضعف الإيمان يعني كانت نوع من يعني حفظ ماء الوجه طب والسلاح اللي يجي من مصر هل كان من من مصر ولا كان من خلال الدولة العثمانية الدولة العثمانية عبد الدور كبير ما بعد به عن طريق جمعية يعني تشكلاتي مخصوصي وهذه من جمعية سرية وأيضاً أخذ بعض أبناء الوجهاء والأعيان وتدريبهم خاصة أن وارباشر الدور مهم في البداية مصطفى كمال كان في الجبهة الشرقية في درنا وفي النضاء ضد الضليان وبعد فيما بعد بعد دخول الأمبراطورية العثمانية بعد تردد في جانب ألمانيا الحرب العالمية الأولى بعته بمساعدات أكبر ولكن للتاريخ وللإنصاف يا عبد الرحمن هناك جنود وضباط أتراك وعثمانيين وطبعاً في ناس من العالم العربي زي يعني ضباط عراقيين ضباط مصريين ضباط سوريين يمنيين بعض منهم قرروا الانضمام للمقاومة الليبية والمجاهدين الليبيين وفي منهم اللي ماتوا في ليبيا واستشلوا في ليبيا في هذه الفترة فهي فترة حقيقة دموية ومرعبة ولكن فيها جوانب كتير مشرقة وإنسانية وأيضاً مجهولة للأسف الشديد لأننا سؤالي الأصلي في الكتاب الأول لماذا واجه المجتمع في ليبيا في كالفترة الليبيا العثمانية بقوة متعددة وليش ردود فعل الاستعمار من إيطالي كان يعني متنوع ومتعدد وما هي التبعات والعواقب المباشرة وغير المباشرة للاستعمار من إيطالي بين 1911 إلى 1943 لما هزم الحلفاء النازيين والألمان والفاشيين والإيطاليين في ذلك الفترة هذه هذه الفترة شحدت فجأة وجد الناس الرأي العام أن دولة شرسة وقوية بجاءت تقول هذا البلد لي وأنا جئت لأحضركم بالحديد والنار الجماعة الجماعة للدفاع الترابس البرقاوي عندهم كتاب حلو جداً وجميل وعبقري التمدن بالحديد والنار التمدين بالحديد والنار الفضائع الحمر السود وهو كتاب صغير ولكن يوثق فضائع الفاشية الإيطالية من جانب عربي إسلامي وهذا طبعاً اكتشفت فينا بعد صار مهم لما يعني بدأت في الكتاب الثالث اللي هو بعد الدولة والاستعمار الصوات المهمشة اللي هو الكتاب الثالث اللي هو لبادة الجماعية في ليبيا شر تاريخ استعماري مخفي طيب بالنسبة للأقاليم الثلاثة هل اختلافت المقاومة بين الأقاليم الثلاثة موجودة في ليبيا؟ نعم المنطقة الغربية اللي هي أكتر كتافة وأكتر استقراراً قاومت حتى 1915 والحقيقة في 1915 خلينا نتوقف شوية عبد الرحمن لأنه صارت فيه معركة مهمة جداً ماذا؟ معركة القردابية اتحدت القوات تحت راية الحركة السلوسية من الشرق سيد صفي الدين السلوسي من الغرب المجاهد رمضان السويحلي والقادة الغرب الليبي ومن الجنوب القائد البارس والكارزماتي الأحمد سيف النصر وانقطت كان القوات الغرب الليبي يفرض أنها تكون باندا باندا يعني تشتغل تابعة القوات الإيطالية ولا تكن انقلبت عليها انقلبت عليها واتحدت القوات من الأقاليم الثلاثة وهزمت الجيش الإيطالي وأنهت يعني الحياة المهنية العسكرية للجنرال ميعني وأسر وقتل العديد من الضباط والجنود الضليان واستطاع المجاهدين أن يستولوا على آلاف المدافع والبنادق وكياس التموين والأرزاق وغيرها وكانت معركة ممتازة منها أدى إلى الطليان بدأوا يتفاوضوا خاصة في ذلك الفترة أعطى استقلال محدود للحكم الذاتي للحركة السنوسية الإمارة السنوسية واحترفوا بالجمهورية الطرابسية في البداية 1918 وأعطوا استقلالية للجنوب الليبي تحت السيد أحمد سيف النصر وعبد الجلي سيف النصر فهذه المعرقة مهمة الوجود الإيطالي كان في الدول المدن الساحلية في بنغازي في درنة في سوسة في الخمس في طرابلس والزاوية وهذا نتيجة طبعا للهزيمة الكبيرة في معركة القردابية فيما بعد طبعا جاء الفاشيين وقرروا أن لا حكم ذاتي لا تهاون مع الكيالات الليبية العربية والمسلمة وبدأوا في عملية يسموها إعادة الغزو بالإيطالي واستمرت إعادة الغزو من اثنين يعني في المنطقة الغربية نجحوا في هزيمة المقاومة نقولوا 1923 أضطر جل السكان القيادات والقبائل والزعامات للهجرة يأمل تونس يأمل جنوب ليبيا في فزان يأمل تشاد يأمل المصر وأنا أسرتي طبعا جد جد اثنين واحد من المختفى أعتقدوا أهلنا أهلنا أنه مات واكتشفوا أنه في قبيلة ليبيا اسم المغاربة وورفلة أخفوه لأنه كان معلم قرآن شريف هو رجع لهم بعد حجو سنوات واكتشفوا أنه لازل حي جد الآخر والد والدتي أضطر للهجرة لأن أطليان كانوا يبغوشه قوي حكموا لي بالأدام وعاش في المنفى في شمال تشاد في مدينة اسمها فايا فايا لارجو وشيء اسم فرنسي لارجو بس فايا هذا الاسم المعروف العربي فيها فيعني المهم من هذه التفاصيل الآتي أطليان نجحوا في النهاية بعد 20 سنة من حرب دموية وعنيفة وشرسة في قتل ونفي وتهجير كل الفئات المقاومة أو المجاهدة لمشروحه بالنسبة للمعتقلات التي قلتها كانت في نفس هذه الفترة نعم لكن صحيح اللي صار أن السياسة المعتقلات هي جزء من السياسة العنيفة نحن لن نرضى إلا باستسلام كامل و قبل نتكلم عن مسألة المعتقلات خلينا نضيف بس معلومة مهمة أنا قلت أن كان الشعب الليبي يعني واجه يعني غزوة شرسة ولكن برغم القتل ورغم المناثي والآلة الحديثة للجيش الإيطالي الاستمار الإيطالي لليبي بحسب بتقدير المتواضع شحد النفوس وعرف الليبيين من هم وإن هذا اللي أن يحكوا لي عادة أزمة الهوية نقوله بكلام فارغ فارتقرحتي الليبيين زي ما قالت والدتي معروفين لكن في أزمة سياسية في فشل لخبة صحيح في فساد صحيح لكن ما تحكيش على المواطن العادي وتقول له أنت من أنت زي ما قالت والدتي قالت لي أنا ألي أنت شفيك يعني زي ما تقولون أنتم باللاجة السعودية أنا ليبيا وأنا مسلمة وعربية يعني ما في مشكلة أي شيء نعود الآن إلى المعتقلات الطليان ضربوا بيد حديد ولكن للأسف الشديد لا بد أن الليبيين يعترفوا أن فئات استطاعوا أن يتغلغلوا ويجندوا فئات متواطعة بدليل أن الجيش الإيطالي في نهاية الأشرينيات ثلثة كانت من الليبيين وإريتريين يسموه العسكري يقول لك الحبش الليبيين يقولوا أيضا المصوعة لأنه من مدينة ميناء مصوعة لكن هم الطليان يقولون لهم عسكري في الأدبيات الإيطالية يسموهم العسكري يقول لك العسكري وهو اسم عربي لكن صار جزء من اللغات الأوروبية يقول لك عسكري في شرق أفريقيا وفي شمال وخاصة في ليبيا يقول لك ده عسكريس ده عسكريس حتى باللغة الإيطالية تكتب عسكريس اللي صار برأيي هذا هذا جدر الهوية إحنا يعني إحنا قومنا من أجل ديننا وطننا وهويتنا لأن الاستعمار الإيطالي لم يعطينا أي فرص أخرى وحلقة مهمة بجانب المذابح والآلة العسكرية الكبيرة كريتسياني واحد من الجنرالات الدمويين يسموه سفاح لإيبيا رودولفو كريتسياني هذا شو عمل يا عبد الرحمن لأن الإمدادات كانت تأتي من مصر وتطوعين ناس عرب ومسلمين يعني وليبيين في المنفى يبعتوا في الأرزاق يبعتوا في الاستلاح والأكل يعني طبعا الناس كانت في حالة حرب ما قدرت تحرط وتزرع وتعمل كذا جد فترة فترات لاحظ أن لما يأتي بطل الحصاد في الأول كانوا يبطلوا للجهات ويروحوا يحرطوا ويزرعوا وهذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي يعني أن في الفترة هذه عشان حياتهم اليومية يعني لازم يأخذوا أنهم قمعوا شعير ولكن جد فترة الأخيرة ما قدرواش فكانت جيهم مساعدات والتومين من مصر اللي صار أن كريتسياني قرر أنه يعمل يعني حاجز شائك 300 كيلو متر بين ليبيا ومصر ليبيا ومصر وبعدين يسيد العزيز قام هو وثلاثة جنرات معاه بعملية لم تسبقها أي شيء حتى في الجزائر اللي هي فكرة الموتقالات وجاءوا بفكرة جنونية هي حقيقة جنونية لكن لها معاديهم قالوا أن والله أن عمر المختار والمجاهدين اللي هم خمسة لاف بين أربعة لاف خمسة لاف ولكن أيضا عندهم عندهم زي ما تقول ميا سمك في بحيرة يعني سمك تقول نظريات مضادة للثورات والانتفاضات فقرروا أنهم يهجروا كل السكان المدني من شرق ليبيا اللي هم مرتبطين بارتباط عدوي ومؤسساتي وأيديولوجي وتعليمي مع المقامة والجهات تحت قيادة كارزمية اللي الشيخ الشوداء عمر المختار كان صلب كان محترم كان قوي العزيمة وكان متواضع وبسيط وكان معاه طبعا مجموعة من الكوماندرس اللي معه الرجال المقامة والمجاهدين فقرروا أنه جاءوا بخطة جنونية وشريرة يهجروا كل سكان المدني حتى يخنقوا المقاومة من ناحية المتطوعين من ناحية الأخبار من ناحية الاستخبارات من ناحية الدعم من ناحية الاختفاء ووجدت أنه تقريبا رقم ما بين مئة ألف إلى مئة وعشرة ألف بني آدم حجروهم من منطقة الغنية والجميلة والزراعية في الجبل الأخضر إلى صحراء سرت ياما عن طريق بواخر ولا عن طريق المشي ومعهم نصف بليون حيوان من قطعانهم إبل وغنم ماعز وخيل وحطوهم في 16 معتقل أسوأهم خمس معتقلات اللي هي معتقل الترية السلوك المقرون البريقا وأسوأهم اللي سميه معتقل الأقيلة وخاصة أقارب المجاهدين وعمر المختار والناس اللي كانوا منا 1929 هجروهم ماتوا ناس طبعا في الطريق خاصة الأطفال وكبار السل وبعد 29 استمر الاتقال واستطاعوا بعد بالحاجز الشائك وبالتهجير والخطة الدبوية الشريرة هذه أنهم يحقوا المقاومة وبدأ المقاومين يعني يسقطوا واحد بعد العلغة حتى يعني قبض على شيخ الشهداء وحوكم واستشهد لكن المهم القصة اللي اختفت يا عبد الرحمن وهذا مهم جدا أنا سعيد أنك أن تسألني السؤال هذا كثير من اللي لا يعرفوا على المعتقلات العرب ما يفهموا إلا عمر المختار وفيلم عمر المختار والطليان والحلفاء غطوا وتستروا على أرشيف المعتقلات هذا الكلام لم أكتشف يعني بالبداية ولكن أنا بدأت رحلة بحثية سنة 2000 فرحت قلت أنا الموضوع هذا كان آتي قلت أنا المعتقلات هذا موضوع خطير من كتب عنه بين اللي بين المؤرخ واحد بس كتب رسالة ماجستير مشكور دار اللي عليه وخلاننا حاجة كيف سمعت أنت عن الموضوع المعتقلات شيئين أول حاجة طبعا من كلها دراسة لطلوحة الدكتوراه عرفت أنها في معتقلات والدتي لما كنت صغير أنا وخواتي يعني نقولولها طبعا تخافتها شوية عاشت في المنفى ورزت في المنفى وتخافتها لما رد والدتي كان بقية تخافة الدواخل يعني تقول لك بيت شعر أنتم تقولولها الشعر أنتم في الجزيرة تقولوله الشعر الشي يسموه الشعر ما الشعر الفضيح الشعر النبطي النبطي نحن نقول الشعبي نقول الشعر الشعبي هو نفس الشي لكن هو متغلغل في التقافة الحياة اليومية تقريقة تعبير بين الناس كانت والدتي لما نكلمها على شيء تقولون لا ما بيت شعر يا أم مثل شعبي وهذه تخافتها وإحنا بعدين نقعد نخمن وشن تقول شن خاصة فكانت نكون مرة نقول آه يا أم احنا مرضى أنا مريض تقولهم ما بي مرض غير دار العقيلة وحبس القبيلة وبعد الجبال من البلاد الوصيلة طبعا فيما بعد سالسة ابتدائي قرأنا قصيدة لشاعر وطني كبير اسمه أحمد رفيق المهدومي اسمه غيث الصغير شاء المعتقل وكتب على غيث الصغير ويحكي عنه فإحنا المدرس خلنا نقراها وبعدين عملناها مسرحية في الصف الثالث الابتدائي لما قعدت أبحث في طروحة الدكتوراه قلت شين القضية هذه في حاجة يعني هذا موضوع يعني يمكن مجرد قصة طرفة أو يعني شيء طريف وإلا فيه شيء بشع وأوسع وعميق اكتشفت يا عبد الرحمن إن الموضوع النجح الطليان في إن يردموا ويخفوا هذه الجريمة اكتشفت إنه كانت مية وعشر ألف بني آدم قل لي هجروا من الشرق أيها وبعدين قلت أنا لازم هذا الموضوع خطير كان عندي أستاذ هو زي شيخي اللغة الأكاديمية وليس اللغة القديمة هو أستاذ عربي أمريكي العرب لا تعرف عنه الكثير لكن كان عمقري وكان صلد اسمه رفعت علي أبو الحاج سلطان فلسطيني أمريكي فمرة أحكينا وياه في 1999 أذكر هذا تحديدا قلت قال لي يا علي ضحك قال لي علي سيأخذ منك هذا على الأقل عقد من الزمان قال لي يأخذ منك عشر سنين قلت يا رفعت أنا صحيح نأخذ في العادة لا أستثل للبحث أقعد أربعة خمسة سنين في الكتاب صحيح بشي طيب ويستوي ويكون تمام ويكون جاهز لكن عشر سنين هذا كتير أنا أبغى أشرب قهوة أبغى أدردش مع أصحابي وأخواني أبغى يعني أتفسع أبغى أشوف أفلام أسمع الموسيقى يعني مش معقول الواحد يكون ليل وهو بس في الترس والخدمة يعني والله والدراسة قال لي هذا والحق قاعد الرشاد صلى الله عند الحق يا عبد الرحمة بدأت كالأحتي بدأت بستراتيجية لها ثلاث محاور أولا قلت خلنا أروح أشوف في الطليان أرشي ومتاح مع الموضوع طبعا 1986 كيف كنت أنا كيف بادي في الدكتوراه سألت عن الملفات ترددوا شوي وبعدين طردوني قالوا لي هذا الموضوع ما عندنا يعطينا أي شيء لأنك أنت من أصل ليبي والليبيين ما يعخلون أن ندرس الأرشيف متاعهم وبالتالي معاملة بالمثل ورحت سألت الدكتور الجراري في مركز الجهاد قلت يا دكتور الجراري صعيف أنتم ما تخلوا الطليان يدرسوا عن هذا هرامي يهلكونا ورازم نكون نحن نصفين مع الآخرين قال لي هذا كذب أحمر قال لي هاو الطليانية هذي تشوفيها اسمها كلودي جازيني تدرس وفي واحد ثاني طلياني وإحنا بالعكس نعمل فيهم بكل الفتاح ومن غير تعقيد فطلح نحن كتوبة رجعت برة أخرى وأخيرا اكتشفت الإجابة في مؤرخ إيطالي محترم جدا ومعادل للاستعمار اسمه أنجلو دولبوكا من قلائل اللي كتبوا هم اثنين طليان كتبوا عنه في واحد اسمه روشات 1969 قال اللي صار في المعتقلات هذه إبادة ولازم أقولها إنها إبادة في مقال صغير وفي جامعة تورين وبعدين قلت لي أنا راني عندي مشكلة أنا أبقى الملفات من غير الملفات كيف أستطيع أحقق ما أقدر مثلا الفلسف من عندي وأخلق تواريخ زي ما هذا ما لا يجوز قال لي اسمه يا أبني وعندي رسالة الحقيقة من قال لي لا تضيع وقتك معاهم هذولا كانوا المشرفين على الأرشيف مع ضمهم كانوا فاشيين سابقين وأنا قضيت أربعين سنة في هذا الموضوع وإكتشفت أنها يا أما عبتوا بالملفات أما أزعوها من الأرشيف بعدين قلت لأنا سألت سؤال منطقي قلت لأ باهلي هذول ويكونوا أطفال لو أنهم وافقوا أنهم يحكم معاك لو أني أنا منك أروح هناك وأقدم عنهم وقت فبدأت يا عبد الرحمن من ألفين سنة ألفين لغاية ألفين وعشرة عن طريق أصدقائي وعن طريق معارفي في الشرق الليبي وأيضا ساعدني أن جدتي هي من شرق ليبيا من شرق ليبيا هي من عائلة بمريز ليها من كبار عائلات قبلة الزوية في جدابيا وبنغازي والكفرة فبدأت ولما قبلتهم في الأول كانوا شككين قالوا لي أنت من من أبوك ومن أهلك ومن جدك ومن أمك وانت من من ولما في بعض منهم عرفوا أني أنا من الأشراف كذا وعرفوا أني أنا أرتاريخهم وعائلاتهم فبدأوا يرتاحوا لي وفي شيئا فشيئا بدأوا يعني وافقوا أنهم يحكوا معي ويسي لك يعني خيفهم من الحديث عن المضاء والله هو والموضوع طبعا موضوع خطير لسببين طبعا هم عندهم خوف تاريخي للي حصل أهلا في عائلات قطعة في كل كاملة نخبة الاستقلال اللي هم الملك دريس والقادة اللي هم خادوا الاستقلال الليبي وهو إنجاز كبير عملوا اجتهدوا قالوا احنا موضوع للمرحلة الاستعمارية مش هنفتح احنا مليئين بالمنافي والعنف والرعب والمذابح وناس طلنت وناس تعاونت وناس تواطعت هذه حفتحنا يعني يعني أبواب لا نستطيع أني نغلق واجتهد وانا لا أقول أن اجتهادهم كان سيد أنا أعتقد اجتهد لي لي معاييرا ولي حساباتا ولي ظروف ولي ظروف لكن أدى إلى أن هذه المواطية تصبح يعني مسكوت عنها مسكوت عنها فارتوحوا لك فهم طبعا قالوا لي وبعدين الخدافي طبعا جاء وهو بعنف في تسعة وستين آه انتم ما تلتكم ولا نصكم وما حدش أمعبركم ولا حد كتب عنكم وصار ليه النهار ويصرخ الليبين ويقولوا عنده الحق في الأول في الأول نصدقوه وقالوا حق إحنا عندنا حقصنا إحنا لم يكتب تاريخنا وهدولا جوا وقضوا علينا وقتلونا واخدوا عرضنا وهم لم يكن فينا فضائع بشعة لكن بعدين طبعا النظام القدافي وهنا قلت في الكتاب الأخير أنه بدأ يوظف الاستعمار الإيطالي والجهاد لصالح لظامها ولصالح شرعيتها فصار فيه توظيف سياسي لذلك خلع كثير من الليبيين يشكوا في المسألة فأنا لازم نحضر هذه السياق يا عبد الرحمن في لما 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 تعملت مع الشيابين والعزائز هذولا الشياب اللي في المنطقة الشرقية كنت واعي وحساس لي لمشاعرهم المتضاربة وقالوا لي أنت في أمريكا شن تعمل في أمريكا وانت ففي الكتاب وأتمنى إن شاء الله أن تقراها بالعربي هما داروا استجواب لي أنا قبل أن أستجوبهم وأنا عملت حاجة الحقيقة كانت موفقة جدا قلت أنهما قاموا باستجوابي ومسألتي وأنا رضيت بها لأنه فتح باب ما هي أخلاق وما هو الهدف من البحث العلمي وكتير من الناس قالوا لي هذا أحسن شيء درته لأنه فتح موضوع في العادة الأستاذ يأتي ويعرف عند أدواتها والناس العادين هذول العبارة ناس مرابطة وعلى قد حالهم وكذا لا بالعكس تعاملهم كأنهم عندهم إرادة وعندهم معرفة وعندهم رؤى وعندهم روح وعندهم فهم وعندهم معي ولا تنظر بشكل أبوي ولا أستاذي عليهم وأنا بدأ بدأ فقعت من 2000 2010 وأنا يعني أعمل في المقابلات وفيما باع طبعا مركز الجهاد مشكور أعطوني كل التسجيلات اللي يعملوها وفي ناس صاروا اللي أنا سمعوا عني وثقوا فيي يقول لي والله لازم يجي عندنا عندنا أمنا جدتنا ولا عندنا خالنا ولا عندنا جدنا أنا قاعد تاكر تخوية ولازم تحكي معها فصرت يعني بدأت المادة تتطور يا عبد الرحمن وبدأت في الأخير قررت أني طبعا فتك بالحديث أني شفت الأرشيف الإيطالي الأرشيف الإنجليزي الأرشيف الأمريكي الأرشيف الفرنسي في تونس والأرشيف المصري خاصة الإنجليزي والمادة عن الموضوع فعملت زي ما تقول بحث في ثلاث قرات بثلاث لغات الشيء الآخر اللي هو عديت نفسي فيه قاعدت نقرأ كل ما كتب على الإبادة وعلى الفاشية باللغة الإيطالية والإنجليزية بحث في نفسي لأنني عارف أني أنا مش أبغى أكتب حاجة للليبيين والعرب بس أبغى أقدم حاجة ما أعرفها للعالم كله بحث الآخرين يعرفوا أن هذا منجدنة العربية إسلامية في هذه الناحية فاللي صار أن آه 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 قلت أنا أبغى أروح أزور المعتقلات الخمسة معتقلات الموت وكتشفت طبعا ليش أنا قلت أروح أزورها اتشفت من ألف مئة وعشرة ألاف ألف اللي طلوا أحيا يعني ممكن ثلاثين ألف يعني تقريبا بابين آه ستين ألف وربما حتى أكتر من هك يا سعبين ألف ماتوا وماتوا منيش لما سألتم ماتوا من الجوع والأمراض الطليان الفاشيين لم يحطوهم في يعني في آه في أفران غاز والله يخدلوهم آه عطوهم شوية شعير لأن الشعير إحنا عندنا مش عارف أنت في الجزيرة تحبوه إحنا في ليبي نحب الشعير كتير أهلنا آه قمح صحيح كويس لكن الشعير بالنسبة ليهم حتى في أكلات فيعطو فيهم الناس شوية شعير أسود ولما يمرضوا ما يعطو فيهم لا دواء ولا علاج فمعظم الناس ماتوا من الجوع وماتوا من الأمراض وحيواناتهم والقطعانهم اللي يجبوها معاهم نفقت تقريبا نصف مليون حيوان نفق يا عبد الرحمن فأيضا العلاقة العضوية ما بين البني آدم والبيئة والحيوان هذه الناس قالوا لي لما قالوا لي قبل الطليان كنا نحن نعمل نحرط ونزرع وانتاجر وعندنا حيواناتنا وعندنا مواطننا وعندنا معاطننا وعندنا كل شيء احنا ما نبغاهم يطعمونا احنا احنا ناخذ بالنا من نفسنا فوجدوا نفسهم ماتوا في عائلات كاملة خمسين ستين قطعت يعني ماتت في ال واللي يسجل واللي يسجل بشكل إنساني وعميق المعظم الثقافة الليبية والذات الثقافة البدوية هي ثقافة شفاهية وثقافة تركز على الشعر لأن الشفاه أيضا تتماشى مع الشعر في وزن في موسيقى والأمثال الشعبية حتى أيضا فيها وزن موسيقى فهذه طريقة التعبير الثقافي والحياة اليومية والتواصل بين الناس فاكتشفنا أن كثير منهم رجال ونساء قالوا قصائد وحفظت هذه القصائد من ضمنها المعلقة اللي قلت لك عليها اللي هي صارت هي زي الشوكة في ظهر الفاشيين والمستعمرين اللي هي قصيدة الفقيه الفقيه رجب وحويش المنفي العظيمة عشر صفحات ما بي مرض غير دار العقيلة وحبس القبيلة وبعد الجباه من البلاد الوسيلة يقول أنا مش مريض يا عبد الرحمن ولكني أنا مريض اللي يشوفها حولي وهذه القصيدة طبعا هائلة أنا طبعا يعني في الكتاب حطيتها في الخلف وترجمت أو ترجمها صديق لي شاعر أبليبي أمريكي وفيها أيضا قصيدة أخرى في نفس الولايات فوجدت أن الشعر الشعبي أو الشعر النبطي اللي كما تقولون أنتم في الجزيرة العربية هو مصدر مهم طبعا يحتاج أن الواحد ينظره مش بشكل رومانسي ولا ضخم ولا شي ينظره بهدوء وقعد السنتين بيش نفهم أدبيات ولغات وطريقة التعبير واللهجات داخل اللهجات بيش نأفهمها كويس بعدها طبعا أخذت علاة التصوير وكان معي سائق وأصدقائي دابرولي بن بنغازي وذهبت في رحلة لمدة أربع أيام من المعتقلات الخمسة إلى الآخر وجدت شيء طبعا مخجل أن الدولة الليبية في العهد الملكي والعهد اللي قد دع فيه يعني استثمرت في بعض أماكن المعتقلات طرق وشركات وأراضي وغيره وغيره وشيء أزعجني جدا يا عبد الرحمن وعادين وصلت إلى معتقلين لازالوا قائمين لبريغا والمعتقل الرهيب اللي نسميه هنا زي آشوات سبتا الهولاكوست المحرقة داعي كما هو كامل يعني لم يدمر والشيء اللي خلاني مدعور وأرتعش المقابر وإحنا نسموه في شمال أفريقا الجبابين أنتم تقولوا جبابين جبانة جبانة هذا اسم مغاربي يعني مقبرة جبانة المفرد والجبابين اللي هي يعني مقابر على مدى البصر خبور فرجعت البنغازي وأنا والله يا عبد الرحمن لا أبارغ كنت أرتعش ومدعور شفت الموت عيني عينك رجعت وبعدين اكتشفت شيئاً آخرين كانوا مهمين في هذا التحقيق لأنا 80% ما كنتش نعرف حصلت سنة 2012 على أرشيف الجنرال الدموي اللي هو خلف المعتقلات أنا سميتها إبادة ويمكن تسألني تقولي ليه سميتها إبادة لا سميت السببين أبو نظرية الإبادة الحديثة رضي الحرب العالمية الثانية رفايل لمكن هذا فقيه وعالم قانوني بولندي كان أشرف على مؤتمر للأمم المتحدة ضد الإبادة طبعاً الحلفاء كانوا من حقهم كانوا عندهم رغبة أنهم يوروا بشاعة الناسية وغيرها واللي سبب طبعاً وجيه فقال أن الإبادة لازم نحددها بشكل قانوني ونضبطها مش كل واحد يصار له شيء مشكلة تقول هذا إبادة قال أولاً لازم يكون فيه النية باللغة الإنجليسية ثانياً تحطيم أوجه في الحياة العضوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وإبدالها بالمستعمر أو بالمهيمن أنا طبعاً دورت لقيت رسائل في الأرشيف الإيطالي اللي تقولوا إحنا والله إحنا هدفنا إن نخضي حول المسلمين والعرب حتى لو أدى إلى القضاء على يوم كلهم لأن إحنا مستقبل الأمة الإيطالية هو اللي على المحل وهذا أهم شيء هذا طبعاً والرالي الإنية والجيد طبعاً رسائل أخرى تؤكد هذا وبعدين عدد الموتى يا عبد الرحمن يعني ثلثين هم ماتوا ثلثين الناس من المئة وعسرة ألف يعني ستين ولا ستين ألف ماتوا من المعتقلات بشكل محدد ولما سألت نقولهم ليش نصار يا عمتي وحمي يقولوا لي يا ابني إحنا قطعنا من قطعنا اللي هو متنه بالله شهر البدوية الليبية قطعنا من الشر والمرض الشر والمرض فاللي صار أني أصريت أن اسم الشر يكون في عنوان الكتاب مثلاً سميتها الإبادة الجماعية في ليبيا شر وهي اسمه أي عربي حيفهم كلبة الشر لكن بالنسبة للمعتقلين يا عبد الرحمن ماذا تعني تعني أن الموت الجماعي في المعتقلات الفاشية من الجوع والمرض المفروض عليهم وأيضاً نافق حيواناته والجانب حتى مهم كثير من العرب يقفزوا على الأشياء هذه هذا مهم جداً لأنه كان ينظروا للحيوان خاصة يعني مش غير في الجزيرة العربية عندنا يعني ناسنا في ليبيا بالذات الناس اللي هم البادية وكذا الإبل هي سيء الإنسان سيء الإنسان أنا أتكر أن الروائي الليبي العبقري أبراهيم الكوني عنده رواية اسمها اتبر على طارق إنسان يعني بدوي وجمل مهاري هذا نوع من الإبل في ليبيا نقول المهاري والمفرد ومحبتهم وصرقتهم مع بعضهم فتكتشف أن حتى علاقتهم بالحيوان هي علاقة إنسانية مختلفة على قضية أن الحيوان هم من أجل بني آدم وتقتل وتأكل منه والدمر وزي ما دمروا الحيوانات في ليبيا وزي ما دمروا في أمريكا في الإبادة للسكان الأصليين حيوانة ملايين البافلوب في أمريكا فجاءت إلى هذه الفكرة قلت هذا إبادة شبهية بناء على الشروط اللي أبضحها رفائل المكن اللي في شيئين آخرين يعني يعني كملا للحلقة التحقيق اللي أخذ فترة ضوية يعني عقد تقريبا من خمس سنوات بعدها من غربلة وشو يعني والتمحيص ما هو الصحيح ما هو غير الصحيح ما هو الأكيد ما هو غير الأكيد خمس ستاشر سنة عشر سنوات من الدراسة الميدانية والأرشيفية وخمس سنوات من البحث التمحيص التمحيص خمس ستاشر سنة بعدين يعني ربك بتسمني يمكن الأشراف وبركاتهم لحقتني في أمريكا في 2012 استطعت الحصول على ملفات الجنرار الدموي قراتسياني اللي أشرف على المعتقلات وعلى الإبادة ست كارتونات وكأننا عندنا كنز الدنيا يا عبد الرحمة كنت يعني انظر لهم ونقول لنا خلاص إنه صغري بسط الجنة ربك رحمني وكريم معي فقعت أقرحها بتاني وكانت مرعبة ومتعجرفة وفيها تفاصيل طبعا مهمة على الأماكن الأخرى ولكن فيه أيضا كذب وتدريس يعني هذا مهم الحلقة الأخيرة في الاكتشاف وهذا والتحقيق وأنا لم كن أدري أي شيء عنه كنت مرة كنت أقرأ في مجلة باللغة العربية أصدرها صحفي ليبي مدعوم يعني إذا ما تقول هي إيطاليا لم تمانع بعد التاريخ الدموي أن أعطى الصحبي ليبي الحق في إصدار مجلة اسمها ليبيا المصورة اسمها فخر المحيش ورجل كان يعني رجل حصيف كان يعطي الأشياء لبغوها الطليان وكان في نفس الوقت يعطي في صورة مساحة للشعراء للدباع الأخضر وأنا أقرأ في مجلدات ليبيا المصورة وجد واحد من عتاد القادة النازيين غورينغ هذا من أقرب الناس إلى هتلر وكان رئيس السلاح الجوي وقادة الكبار في النازية وجد صورته في طرابلس أيام الحكم الإيطالي وكانت المصيبة هذا شني دير غادي شو يعمل هذا قلت ألي خليك حصيف وهدي لا تقفز على الواقع شو يعني هدي يمكن مجرد المصادفة عجيب أنا طبعا للأسف الشديد أنا أقرب الفرنسي وأعرف الإيطالية جيدا ولكن الألماني لا أقرب يا عبد الرحمن فليصار أني استألت بعض زملاء لي عن طريق النات قلت لهم في حد يشتغل على المراسلات النازية الفاشية والعلاقات مع المستعمرات ففيه صديق قال لي فيه أستاذ في مؤرخ ألماني شاب محترم جدا يدرس في إيرلندا اسمه باتريك لا أذكر الآن اسم المهم فيه أنه أرسلت له إيميل وقلت له أنا فلان فلان فلاني الحقيقة أبغى تأكد منك إذا كان فيه أي معلومات أو هل فيه أي أشياء أخرى أنا على غير دراية بيها بما يتعلق باهتمام القادة النازيين بالتجربة المعتقلات وتوطين الفقراء والفلاحين الطليان في ليبيا وهنا جاءت المفاجأة يا عبد الرحمن إيش كانت؟ قال لي لا هذا جزء من قطرة في 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 تيار كبير قال لي إن الحقيقة القادة النازيين لم لم يكن معجبين بالتجربة البريطانية أو التجربة الفرنسية كانوا معجبين بالتجربة الإيطالية واعتقدوا إن أهم شيء عملوه الطليان إن فرغوا السكان من شرق ليبيا بسبب المعتقلات وهذا شبيه به اهتمامهم بتوطين 15 مليون ألماني في شرق أوروبا كمستعمرات كفضاء حيوي لأدام فسيدي العزيز قلت ممكن تعطيني مصادر أنا الحقيقة بعت لي خمس دراسات معمقة واكتشفت إن شيء مذهل إن إحنا العرب وحتى الدراسات اللي تركز على المركزية الأوروبية على المحرقة إن هي أهم شيء وإن الأشياء الأخرى عبارة عن يعني ضحايا حروب زي ما أقول بعض الأساس الأمريكان ضباب الحرب فاقفور يعني هذه الصيف الحروب يعني هذه ما تلوموش حد عليها الصيف كل الحروب والفضائع لما بعت لي إذا رحنا اكتشفت إن في شيء أكبر وهو إن قبيل المحرقة هذا كان عامل مهم إن فجأة إن إحنا العرب المسلمين في الحالة الليبية الفاشية كانت جزء من تجربة الليبية اللي هي شبيهة بالمحرقة اليهودية وأيضا تعطي نوع من الترابط والتأثير المتبادل رجعت بعدين إلى أستاذة أهم فيلسوفة معاصر ألمانية أمريكية هي حانا أرانت اللي هي كتبت كتاب مهم جدا أصول الشمولية وقالت إن إن المحرقة اليهودية وهي طبعا كان مضحايا النازية وهاجرت لأمريكا قالت إن بيشتعر في المحرقة لابد أن تدرس بعمق الفضائع الألمانية وال والفرنسية في أفريقيا في الكونغو بالذات في الكونغو اللي هو قاتل حوالي عشر مليون في الكونغو الكونغو الحالية هذه وقالت إن المحرقة المؤرخين والعلماء الأوروبيين والغربيين يجب إنه يهتموا بالفضائع اللي هي سبقة المحرقة اللي هي الكونغو وبعدين طبعا الحريرو في ناميبا ما يسمى نبيبي الآن وأنا لأني اكتشفت حاجة رهيبة جدا قلت إن الحالة اللي بي أيضا الحالات الثلاثة طبعا الحالة الجزائرية أيضا عنيفة ومرعبة لكن على قطح بالمحرقة الآن أنا أطرح ليس إعادة كتابة المعتقلات الفاشية وتاريخها المنسي والمخفي أنا الآن حاولت أن أكتب هذا الكتاب ليعادة كتابة التاريخ الفاشية وأيضا الإبادة في المحرقة اليهودية نفسها والضحايا للخمسة الملايين للآخرين اللي هم قتلوا سواء الغجر سواء الكاثوليكين الاشتراكيين المثليين المعاقين اللي هم حتى قضوا عليهم وهذا الآن خالق ضجة كبيرة ليس فقط في أمريكا ولكن أيضا في أوروبا بدأت الكتاب يطرح على أنه يعني مدرسة جديدة في عدة التفكير في 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 الإبادة وبربط الإبادة في أوروبا بالإبادة اللي صارت في العالم في أفريقيا وما فيها الحالة الليبية اللي هي العربية اللي يمكن يعني غريبة شوية لكن مجهورة يا عبد الرحمن مش غير أنت بس أقول لك على حاجة أخرى حتدهن لها بعد ما نشرت كتابي لصوات المهمشة تعطني الجامعات العريقة في أمريكا في هارفورد في ييل في بيركلي في UCLA في كولومبيا في في براون وييل عندها مركز دراسات الإبادة المقارنة مركز دراسات الحالات الإبادة المقارنة أو المقارنة فأنا صارت عندي عادة يعني مش مشاكزة لكن حبيت أعرف أقول لهم حد يعرف على المعتقلات الفاشية في ليبيا يقولوني بروفيسور يعني يعني بروفيسور الحميدة هل كان فيهم معتقلات والحقيقة كانوا اللطيفين وكانوا مفتاحين يا عبد الرحمن ما كانوا شي متأثفين ولا شي لكن اكتشفت أن شي رهيب أن الطليان والحقيقة فشلوا القيارات الليبية والثلاثات الليبية في أنها حتى تكتب عليها لا العرب يعرفين عنها ولكن لا جانب لا جانب يعرفوا عنها لأنها نجحت عملية الكوفر أب عملية الإسكات فهذا أدى إلى أن يعني زاد أكد لي يعني طرح ليه سؤال جديد وحوة مش بس أنه لازم نحقق بشكل قانوني وبشكل حصيف وبشكل منضبط على المعتقلات وتاريخها وتأثيراتها ولكن أيضا سألت نفسي سؤال جديد وتكيف هذا من البسؤول على الإسكات في الدراسات الغربية والدراسات الأوروبية والدراسات ما بعد الاستمار هل هو يعني بسبب عفوي ومغير نية وإلا فيه أيضا في عوامل أدت إلى إسكات وردم وإخفاء هذا التاريخ الدموي العنيف طبعا اكتشفت أن في إيطاليا اللي عند الآن ليس فقط لا يدرسوا الموضوع هذا فيه ثلاثة وأربعة مؤرخين مهمين والآخرين لا يهتم بالموضوع إطلاقا ثانيا غرتسياني في مدينة دريلة تمتال ودريلة تمشيد هذا الدموي اللي ديها ملطخة بالدماء هذا الجنرال وأيضا أخوة عبد الرحمن لأن عكس النازية النازية طبعا سعامائها وقادتها ثرتها محاكمة ضد الإنسانية جرائم ضد الإنسانية لم يحدد هذا للجرائم الإيطالية المعتقلات وغيرها وحتى الاتدار اللي حصل عليه القدافي ومهم حتى الجزائرين لم يحصلوا عليه كان شوي غامض يعني اعتدار وكذا ولكن لم يفصل في شي وصار وكذا وجاء برول سكوني وهو بيزنس قبل إيده وقال له حب على راسه وعلى خشلة وقال له وقال له خلاص وانا قال خلاص أنا فتحت عكة أنا هزمت الاستعمار وكذا فكانت فيه كلفة شوية وحتى التعويض كان لا يليق بالناس لأني أنا صرت بعد ما سمعت من الناس اللي كانوا في المعتقلات الأحياء النساء والرجال وخاصة 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 نحكي لك على قصة يعني لعند الآن يعني تدمي قلبي سيدة ليبية عجوز في ثمانينيات ولكن ذاكرتها ممتازة كانت تبكيلي وتغنيلي في نفس الوقت تقول لي يا ولدي اللي صار إنه ما صار لحد قلت لها في صار حتى إنها سخرة وشكرة بس قاعدت أستمع لها باحتراما وتبجيلا لها وتغني شوية وتبكيلي شوية واحد يعني خاصتي عشان أوريك كيف صرت أنا الآن في الأول كنت محايد ومنضبط ولا بد من العلم والمعارفة وعدم لكن بعدين قعت الكتاب قلت أنا الكتاب بس يكتب من وجه النظر هؤلاء الناس اللي هم ما عندهم مش أي تاريخ وإنكار إن لهم تاريخ أصلا ولهم أصوات وإرادة فاعلة فصارت هذا هو الآن فكرة الكتاب بعد الخمس سنوات هذه صرت أكتب وكتبت والحقيقة أنا لم يعني مش بشكل عفوي ولا بشكل نيتي أنا كتبت طبعا الناس اللي كانوا يرغولي روايات شفاهية واللي وحقتها تماما وصلت يعني تقريبا اللي عندي حوالي 300 يعني مقابلة اللي يعطوها ليا الناس واللي عملت بنفسي يعني وجدت الآتي إن إن الكتاب أبغاه أن يكون في تشويق شوية للقارئ لأن الموضوع الثقيل ومحبط القلب وهم وغم فقد خليني يعني والله من غير وعي عبد الرحمن كتبت كقصة قصة الجهاد الاكتشاف الحقيقة وصار قالوا لي الناس قالوا لي الحقيقة رغم أنهم مزعج لكن ما تقدر تحطها يعني لازم تكمل لأنه هو كأنه هو زي الرواية وبعدين صريق لي عزيز جدا هو كاتب لي محترم قال لي قاعد تنبش كنت أنت تصير أنت تصير راوية من غير ما تشعر صحيح يعني الكتاب الحقيقة تطور من غير أنا أقول لازم أكتبه بالصورة هذه وإلا المعلومة عندي إطلاقا 80% من هذا الكتاب اكتشفت عن طريقة التحقيق وكنت دائما أركز على هذه الكلمة يا عبد الرحمن قلت أنا أحقق في جريمة جماعية وأنت كمحقق موضوعي منصف تبحث عن الحقيقة وبالتالي اضبط روحك خليك منضبط وكون حصيف مع الدليل والقرائن والحقائق ولكن في أين في نفس الوقت لما دليل أو موضوع دمر وإلا ألغي ولا أخفي منحقق أنت كباحة أنت تقول نفطرط هذه الصورة هذه الموجودة أو هذه الطريقة موجودة وبعدين قلت أنا مش هنكتبل بس الليبيين والعرب والمسلمين أنا أبغى كتبل العالم والحالة الليبية لن تكون حالة فريدة ولا حالة وحيدة هي جزء من حالات أخرى في أوروبا وفي أفريقيا وفي العالم نفسها وأنهيت الكتاب بمريقة طبعا مشاكسة للزملاء الأمريكان قلت أنا الآن عايش في أمريكا وأستاذ أمريكي كيف كانت صورة هذا الموضوع بالنسبة للثقافة والفكر والجماعات الأمريكية فاخترت ثلاث مواضيع للتحقيق فيها النيويورك تايمز قرأت كل المقالات من 1111 إلى 143 هذا الموضوع ولقيت حوالي خمسة أو ست مقالات كانت فضيحة كلها تمجد الاستعمار الإيطالي ومنحازة له بعدين الأرشيف الأمريكي السادة الخارج في كانت معلومات مهمة وكان فيه دبلوماسي أمريكي في روما قنصل كان جيد موقفة جيد موقفة جيد جدا موضوع بعدين يا سيد العزيز في مجلة أمريكية شعبية يمكن سامع بيها اسمها ناشنون جيوغرافيك ماجازين قديمة من بداية القرن البشرين فشفت كيف نظرة هذه المجلة على العالم المستعمر أو العالم غير الأوروبي ووجدت فيها تحقيقات في غاية الطرافة بعدها الأفلان هوليوود لأن في العالم العربي دائما نحن نفصل للتخصصات وهذه أعتقد كارثة علينا الآن لازم ننظر إلى تداخل التخصصات مع بعضها وهذا يعطينا روعة أشمل وأعمق وأخيراً طبعاً نظرت إلى الأساسات التاريخ والعلوم السياسية اللي كتبوا على الفاشية الإيطالية وكانت فضيحة كانت كلها تتماشى حتى بشكل خفيف مع السردية الفاشية والإيطالية واكتشفت أن في تركيز على شيئين هذا طبعاً اكتشاف أن الجدل المهيمن وهو أن هناك فاشية نازية وحشية لأن الشعب الألماني شعب قاسي وعنيف ولهذا آد إلى إلى مذابح وإلى إبادة الشعب الإيطالي بتعين طقافة وأوبرا وبيتسا وسباكيتي ودمهم خفيف وميدد ثرين يعني شرق أوسطيين مش معقولة يديروا للشيء هذا غير معقول زايد أنهما كانوا كويسين مع أخواتنا اليهود والتالي حتى الأستاذ العظيم اللي أنا أحبها جيداً حنا قالت لم يكون هناك سؤال معدد السامية في إيطاليا طبعاً ما تعرفش عن موضوع المتعليبي فاللي صار بعدها واضح أنه بالمقابل مقابل سوف فيه طروحات الإبادة في الأدبيات الإبادة التي هي مهمة يا عبد الرحمن الكتابات عن الإبادة والمحرقة هي كتابات في الأدبيات الفلسفية والفنية والنظرية الغربية مهيمنة هذا الموضوع الأثير في الدراسات آلاف الكتب والمعارض والمتاحف والنصب التذكارية في كل مكان فموضوع مهيمن طريت أني أنا أيضاً أني أزور المتحف المحرق ويمكن أن أكون المسلم والعرب الوحيد اللي كان موجود هناك وقالت أشوف أي شيء يحمله أي شيء يحمله وكنت أقولهم في نفسي إحنا في الموقف هذا إحنا ونتم في الهوى سوى في الهم سوى فهناك النازية والثقافة الألمانية اللي هي مهيمنة وتؤدي للإبادة وهناك فاشية حميدة أقل شراً أقل شراً وهذا التماثل والتفكير مهيمن بطريقة لا تتصورها فأنا وجدت نفسي أني أنا لازم أشاكس وأدمر هذه الأسطورة وأعتقد وأتمنى يعني كل واحد يعتقد شيء لكن أتمنى أن هذا الكتاب يثير جدل جدل هما لم يتعودوا عليه وأتمنى في العالم العربي أن موطوح هذا الكتاب اللي هو أرحقني وأنهكني وهلك حيلي أن ناس تقرأ خلال عشر سنوات الأخيرة تستوعب اتناقشة ويمكن تستوعب أنه الحقيقة ليس على بس المعتقلات اللي صارت 1929-1940 لا هو على الصراع على الذاكرة والصمت وأن هذا أننا يمكن يعطينا مفاتيح ليعارض كتابة ليس لتاريخ الدولة بس نحن نحتاج لتاريخ مجتمعاتنا وهذا يبدو لي أن رغم أنه هناك درسات جيدة على البدار العربية كثيرة لكن يمكن يكون هو طريقة جديدة وأجندة للبحث العلمي بأسئلة جديدة يمكن في القرن هذا أن نحن كعرب بالذات اللي مهتمين بفهم مجتمعاتنا وتداخلاتها وتاريخها ليس تاريخ الماضي في الماضي يا عبد الرحمن أنا أسميه تاريخ الحاضر تاريخ الحاضر يا عبد الرحمن فيه تاريخ تقليدي اللي هو التاريخ السنوات والأسامي والشخصيات وفيه تاريخ آخر أكثر تعقيدا وأكثر أهمية لنا اللي هو أصول وجدور كيف بدأت هذه الصراعات وكيف استمرت الصراع عليها حتى الآن فالكتاب حاولت أني أطبق هذا على كتابي فحاولت أني أنظر لـ 1929 وبعدين المرحلة الاستعمارية الاستقلال المرحلة السبتمبر والقدافي والآن حتى عودة الرموز التاريخية في الجدل الآن القائم وأنا أعتقد هذا يمكن ليس حالة ليبية محدودة ولكن ربما يعطينا يعني أسئلة جديدة ورؤى جديدة على عادة كتابة التاريخ الحاضر في العالم العربي كله الله يتكلم يعني مثل هذه المجهودات وهذا الباحث وهذا يعني هو اللي يعطي يعني هذه الروح الجديدة في الباحث حتى رأيي كيف ترى العالم من خلال زاويتك أنت ملازم منه كيف يرى الآخر فحسن مهدم وكل الكتب وكل الأشياء اللي ذكرتها بتكون في نشرة هذه الحلقة بإذن الله بس أنا أخذ الآن توريخ كذا سريعا أي فضل فضل بالحين نحن مررنا بالإبادة وبأنتقل إلى أرسمية 43 انتهاء الاستعمار الإيطالي نعم والحلفاء زحفوا بعد حراب حرب العالمين زحفوا هزموا الجيوش الألمانية والإيطالية أخذوا برقة أخذوا المنطقة الغربية والفرنسي نعم والفرنسيين جاءوا من 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 تشاد وأخذوا فزان ففزان صارت تحت الإدارة الفرنسية هم في العادة يعطوا فيها اسم لطيف إدارة الإدارة البريطانية والإدارة الفرنسية التقسيم هذا يعني هو إدارة بسنة استعمار نقدر نسميه هو طبعا التبييز بين الاثنين غائم لكن أنا أعتقد أن الفرنسيين كان دائما عند حلم أن فزان تستخل وحاولوا يعرضوا على على البي أحمد سيف النصر القائد هذا المجاهد الكبير ورفض رفض أنه يعطوه حتى طلعوا له طوابع وطلعوا له وكذا وبنوا مدينة سبهة وكان المنهج التعليمي هو المنهج الفرنسي من الجزائر حتى بعض الشباب الصغار كانوا يدرسوا فيهم في امتحانات يخدم امتحانات في الجزائر في النظام الفرنسي ولعند الآن بعد سقوط نظام سبتمبر الفرنسيين لأن حاولوا يعودوا بقوة إلى فزان ويلعبوا دور أكبر لأنه يعتقدوا أنهم هم النظام القدافي أزاحم من جزء مهم من ليبيا ويعتقدوا أنهم جزء مهم ولهذا ساركوزي وعلاقة الشائكة مع القدافي دخل بقوة في ضرب النيتو للجيش الليبي والنظام القدافي طيب الآن كان هذه الدولتين أخذت هذه الأقاليم نعم إدارة اختلف شيء في هذه الفترة إلى الاستقلال 51 والله هي أشوف هذه المرحلة تحتاج دراسة أعمق لكن الذي أعرفه عنها أن الإدارة البريطانية عملت بالتنسيق مع القيادات السيد محمد إدريس سنوسي وقيادات الترابلسية في إعادة بعد مرحلة دموية وحروب وتدمير بنغازي ثلاثة أربع مرات بدأوا في يعني بناء البنية التحتية في التعليم في الإدارة في عودة المنفيين والمهاجرين في أشياء إيجابية كثيرة حصلت في ليبيا ولكن أيضا كانت الضغوطات والممحكات بيناتهم إيش نعمل في ليبيا زي ما حكيت لك ببداية حديثنا اتفاق القيادة الليبية في الغرب بالذات مع الأمير محمد إدريس سنوسي كان مهم لأنه هو التوافق اللي برأي اللي خلق الاستقلال ليبيا وأيضا رفض سيد أحمد سيف النصر للاستقلال أو الوفصال بفزان وقبل الإمارة السيد محمد إدريس سنوسي وأيضا القيادات الترابطسية بدأت في التأجيج وتعبئة الناس ضد مشروع تقسيم اللي هو كان مشروع اللي حقلنا عنه من قبل هذه العوامل أدت إلى إفشال المشاريع التقسيم في ليبيا وأيضا دعمت مشروع الاستقلال وخاصة هو كان مشروع توافقي لأن السيدة إدريس صار ملك ليبيا ولخلق توازن بين الأقليم التلاثة عملوا شي طبيعي نظام فدرالي لكن دستوري في مجلس شيوخ مجلس نواب وكانت فيه الحقيقة مؤسسات بدعم الأمم المتحدة اللي بعتت واحد من دوب اسمه إدريام بيلت ساعد ليبيين في مسألة هذه وعملوا دستور كتير أنا أعتقد والليبيين يتفقوا معاي في كتير يعني كان دستور محترم بمقاييس الخمسين وستين طبعا الآن شيء آخر لكن هذه الفترة مهمة وهناك ناس حتى الآن يدعون إلى عودة الدستور السابع اللي هو دستور الليبية المتحدة الفدرالي طبعا فيه الآن جدل كبير ولم يحسب حتى الآن هناك ناس يدعون النظام الفدرالي لأسباب جهوية وأسباب ما يسموه تهميش شرق ليبيا قرقة وهناك طبعا ناس يقولون أن القذافي من أكثر أخطاء نظامه أنه لم يبني مؤسسات أو يعني يؤدي إلى كتابة دستور جديد وبالتالي عندنا دستور عظيم ومهم في اللي هو طبعا نقح في 63 أرض عملية تنقيح وتعديل يقولون نحن نعود إليه الليبين أيضا آخرين يقولون هذا كان مهم في تلك الفترة لكن ممكن في جوان ناخدو منه لكن نحن نحتاج إلى كتابة دستور جديد كان فيه هي الدستورية منتخبة بعد 2012 للأسف أنا مع كل احترامي ليهم لا أعتقد أن في فترة الحروب الأحلية وعدم الاستقرار الوقت مناسب لكتب دستور طيب برجع إلى 51 استقلال ليش اللي دفع لي بأنها تستقل قبل تونس والجزائر رغم أنها كانت أكثر فقران حرقة ليبية قوية الاستقلالية سواء المنفيين الليبيين اللي كانوا يطالبوا بشكل مستمر ودعب ودور سياسي وإعلامي مهم للمطالبة والاستقلال وإشعان واستضرارية القضية الليبية في حق تقرير المصير تحالف الأمير محمد ريس نوسي مع القيادة الحلفاء وبدات الإنجليز لعب دور كثير من الليبيين يختلفوا مع هذا لكن لابد من تختلف معه كان له دور أنه وسد حليف خارجي في المسألة والإنجليز كانت عندهم أيضا دواء مش حبان في الملك دريس كانوا يبغوا بعد ثورة بعد قلاقة في مصر يبحثوا وكانوا عن أمن واستقرار من وجهة نظرهم لشرق ليبيا على وجودهم في مصر وبالتالي كان التحالف بالنسبة لهم هذا مهم فهم مش حبا في عيون الليبيين ولا سيد محمد دريس نوسي كانوا يبغوا أيضا يبغوا استقرار استراتيجي وتحالف استراتيجي يضمن وجودهم في مصر وقناة السويس بالنسبة لهم هذه قضية محورية بالنسبة لوجود الأمبراطورية البريطانية بشكل عام الشيء الآخر يا عبد الرحمن بالنسبة للمشي بالنسبة للمشي كيان 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 منقبل في قرون الأولى فظهور وعي سياسي ما بين شراح عديدة في البناطق الجهات الثلاثة ساعد في طاعة القضية الليبيا وأيضا حصل توافق الحلفاء في فترة النضال الشعوب اللي هم مستعمرة من أجل الاستقلال وجدوا أنهم الأنسب أنهم يوافقوا على النظام إلى حد كبير يعني متحالف معهم وبالتالي وجدوا أن هذه فكرة جيدة واستوعبوها والحقيقة القيادة الأمريكية كانت دائما تلعب أن الأوروبيين هذوما يعني سيئي السمعة ونويتهم سيدة ومسخوا يعني يعني تاريخهم لأنهم استعمروا الشعوب إحنا غير غير وهذا كيف صار فالأول كانت تحالف مع بريطانيا لكن البعدين صارت تحالف مع مع أمريكا واكتشاف النفط كان محوري دورة 23 يوليو في مصر خوف خوفهم أكثر وخلاهم يهتموا باستخرار وستمرارية الملأ المملكة الليبية ولكن المملكة الليبية إلى حد كبير وهذا شيء حقيقة لازم نعترد بها كانت مملكة دستورية تحديثية تعليم فيها قفز قفزات نوعية وكانت أيضا فيها إلى حد كبير لا أقول ديمقراطية نظام ديمقراطي لكن مجلس شيوخ مجلس نواب منترخب وكان فيها مش صحافة مثلا في حد قليل من المساحة ولهذا ليبيا فيه يعني بنهاية الستينيات يعني كانت دولة عربية قفزت قفزات نوعية في التعليم والتحديث وكانت طرابلس من أجمل المدن البحر المتوسط فهذه الجوانب الإيجابية فيه جوانب طبعا سلبيات لازم واحد ينكرها القواعد عدم فهم التغيرات سيرطة الأعيان والفئات العليا للمجتمع على الاقتصاد وعلى الدولة فيه أشياء أخرى ممكن واحد يحصي معها لكن لابد من الإنصاف لجل الاستقلال ولكن من غير أن أنا لا أتفق أنا أتفق مع الإنصاف والموضوعية لأن فترة كانت مزدهرة وفترة إيجابية وتحديثية لكن لجب لا ننظر لها من ناحية رومانسية أو مثالية لأن كانت أيضا فيها عيوب وفيها إشكاليات مؤسستية وخيارات أدت إلى استمرارها فيما بعد حتى بعد سعستين هل كان استقلال حقيقي أم صوري أنا أعتقد كان استقلال حقيقي ولكن مليء بالتناقضات أنا شبتك جاب يعني عندما تحاول تلخبطني لخبطك يا عبد الرحمن يعني يعني عفوا أنا يعني لا أريد أن أكون يعني 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 قصد أن بعد المرحلة في الاستعمال الاستيطاني الإبادي العنير حتى رغم أن فيه دواقص كان إنجاز أنا بالنسبالية ولد بعد الاستقلال ولكن تعلمت في دولة ليبيا الحديثة أو السبعينيات مما بعدها بعهد السبتمبر أيضا ولهذا الجيل اللي قبلي والجيال اللي بعدي إحنا يعني هذا بالنسبالي كان إنجاز كبير وكانوا الليبيين فخورون إن أصارتهم دولة المملكة الليبية أنا سميها دولة الاستقلال وأنا أعتقد من ناحية هذه هو إنجاز وخاصة التوافق اللي أنا أعتبر أكثر يعني شيء إنجاز لكن هناك مشاكل القواحد الأجنبية التركيز النخبوي عدم سمح بالأحزاب يعني عدم التسامح مع القيادات المعارضة السيد بشير السعداوي سفر من ليبيا وأخذوا منه جنسيته وانتهى أنه مات في المنفى ففيه جوان طبعا لهذا قلت لك أن أنه كان إنجاز ولكن ما ليب التناقضات هذا ما ليب التناقضات طيب وش قصة انقلاب واحد ستين سعى ستين واحد ستين محصل انقلاب اللي طالب فيهم الملكة تريس أنه يأخذون عقوبات لكنه صارت عقوبات مخففة في بعضهم يقولون إنقلاب واحد ستين تقصد أن اللي هو محاولة محاول اغتيال لأبراهيم الشلحي هو الحقيقة اغتيال لسيد إبراهيم الشلحي اللي هو مستشار الملك محمد الجيش السنوسي الله رحمه السيد إبراهيم الشلحي عرفها من طفوذة وكانت طبعا مستشارة ويعني دراعة لمنى كان فيه صراع داخل الأسرة الحاكمة ما بين أحفاد السيد أحمد الشريف السنوسي اللي هو مات عندكم بالحجاز يتذكره ونفيد ففيه نوع من التوتر بين جناحي الأسرة السنوسية السيد محمد الدريس السنوسي اللي هو كان أكثر اعتدالا وأكثر براغماتية في السياسة وفي التعامل مع القوة الدولية والواقع والحقيقة لازم ننصف السيد محمد الدريس السنوسي لأنه كان يقود حركة عسكرية هزمت والتالي حتى أدواته وقدرة على التفاوض كانت محدودة زي ما قلتنا في كتابي الأول لكن كانت فينا كانوا من التوتر ما بين جناح وكانوا يعتقدوا أن آل الشلحي اللي هما اللصقاء بالملك الدريس مستوحدين على على الملك وإنهم مغبولين فكان فيه نوع من التوتر وأنتهى طبعا باغتيال البستشار الملك السيد إبراهيم الشلحي والملك الدريس غضب من جناح وأحفاد وأبناء وأبنات السيد أحمد الشريف السنوسي وأنا فاهم في وحاة بعيدة في ليبيا هل ساهم بأي شكل من الأشكال في تهيئة الجو للإنقلاب القذافي هذا سوء الوجيه والحقيقة لن أفكر فيه من قبل يحتاج إلى نوع من التنحيص والتذكير فيه لكن أعتقد ليس عجيبا أن في بيان الانقلاب أو ثورة ثورة فاتح كما يقول أصحابها يا أبناء المدن يا أبناء الباني يا أبناء المدن العريقة يا أحفاد أحمد الشريف وعمر المختار وأنا بيك تركز معايا يا عبد الرحمن ذكر سيد أحمد الشريف السنوسي وذكر سيد شيخ الشهداء وعمر المختار وهذا نوع هو الحقيقي أضطهد العائلة السنوسية كما أضطهد العائلة سيف النصر للأسف الشديد وكثير من النخب الأولى وانتقم منهم كثيرا لكن هو بيحاول بيقول أن أنا مع المجاهدين وأنا سليل المجاهدين وأنا امتداد لهم فتجد تعقيدات وتوظيف الرمزي للقيادة التاريخية الليبيين حتى هذا اليوم يا عبد الرحمن يتكلمون عن الحاضر من خلال الكلام على الماضي على المرحلة الاستمارية والجهاد أنا أزعم هذا وهذا الشيء طبيعي لأنك أنت تحكي على فترة التكوين وفترة عنيفة ولكن فترة فيها تحولات وإبادة وعنف ومقاومة وتواطع وتعاون وباند وهكذا بس هذا الربط ما بين الاغتيال وأيضا القذافي ممتاز كيف نجاح القذافي في انقلابه؟ ويش العوامة اللي ساعدتها؟ هل كانت في عوامة خارجية داخلية؟ هذا طبعا يحتاج أيضا إلى دراسات عميقة فيها عندنا بعض دراسات ولكن ليس بالعمق قد تستغرب ليس هناك دراسة وافية على المساء الهادي في كتب يا أما إيديولوجية يا أما معه أو ضده لكن باجتهادي وأنا طبعا هذا موطوع ربما يحتاج مني أكثر من التفكير والتدقيق والتبحيص هناك عوامة ساعدت القذافي النظام الملكي كان نظام ناجح من ناحية التحديتية من ناحية الرفاهية من ناحية التعليم من ناحية استقلال ليبيا ولكن خفوتة وسكوتة عن المرحلة الاستعمارية والقواعد في عالم عربي يموج بحرقات المطادة للاستعمار وعبد الناصر والقومية العربية والسؤال القضية الفلسطينية واستقلال الجزائر 62 اللي ليبيا لعبت فيها دور كبير أهلي وسياسي خلال نظام في حالة دفاع وأعتقد هذا مجرد حدث وليس عندي أي دليل نظام ركز على ليس على الجيش ركز على الشرب القوى المتحركة كانت القوة البوليس أكتر تسليحا وأكتر يعني بعدد مساوي بالجيش الجيش كان صغير وليس يعني بالحجم الكبير والجيش أيضا كان مفتوح لفئات عديدة من الشعب القذافي كان عنده سواء نتفق معه أكتر فيما كان قائد كارزماتي كان عنده وعي متطور كون تنظيم سياسي وبعد دخل طلب من بعض أعضاء تنظيم السياسي يدخلوا الشيش أنا لا أقول أنه هو انقلاب عسكري في حسب هذا قصر نظر القذافي حسب ما نعرف الآن كون تنظيم سياسي في سبهة في ثانوية سبهة اللي درس فيها فيما بعد أدادية وثانوية ولأن النظام في ذلك الوقت يدى لم تكن يعني شريسة والعنيفة في قمع المعارضين فسمح لي بالانتقال إلى مصراته بعد مظاهرة في سافة سنة 58 وحسب ما قال في خطابات العديدة وبعض زملاء قرروا يعني التركيز على الانضمام للجيش وقلب نظام الحكم وكان مثالا الأكبر هو طبعا الرئيس عبد الناصر هزم في حرب 48 في الفالوجة حوسر وبدأ ينطر إلى الفساد وإلى المشاكل الموجودة في مصر وبدأ التفكير في قلب نظام الحكم هذا أعطى الكذافي فكرة أن من طالب ونحشة سياسي عربي قومي عربي إلى إلى أنه يرقز على النظام الملكي طبعا كان شوية كان أكثر محاولة في الجيش الليبي ولكن يبدو أن كان واحد ولما كان يعي بخطورة مشرد فروق والله مشرد يعني صائعين هذولا شباب يعني مضطرفين وكذا وحينتهي الموضوع فيه هناك طبعا وقلات أخرى لم أجد دليل عنها بيقول أن مثلا المرحوم الدكتور محمود جبريل يورفرلي في طروح الدكتوران مهمة جدا يقول أن الأمريكان بطريقة غير مباشرة وهذا المكشف عنها الآن في الأرشيف الأمريكي عرفوا أن النظام بدأ يتآكل وأن الشباب الليبي اللي هما تعلموا في المؤسسات التعليمية صاروا راديكالايز مدرسين مصريين فلسطينيين غيرها أن بدأت مقولات صوت العرب ومقولات المنطقة والجزائر كلها بدأت في يعني تجدير تفكير القومي العربي وهو الحقيقة مش غير في ليبيا بس في المنطقة العربية وكل لكن ليبيا يعني جارة من ناحية الجزائر ومن جيهانة مصر فالتأثير كان قوي جدا وأيضا مؤسسات الجيش كانت مفتوحة للقوى المعارضة فاللي صار أن أعتقد أن هناك جدل بيقول أن الحكومة الأمريكية غضت الطرف عرفت أن النظام الآن بدأ يتآكل كان في فساد أيضا مش بالفساد اللي هو موجود الآن اللي هو الآن زي ما قال يا غسان الأستاذ اللبناني اللي كان مبعوث لليبيا غسان مسؤولية ربية دكتور غسان سلامة قال أن اللي صار في ليبيا مش فساد في نحب فقصتي أن كانت موجودة هذه في بقولات بتقول أنا يعني أحتاج أني أتحقق من هذا أن والدكتور محمود إبريل أشار لها أن في الأول لأن القذافي كان معادي للشيوية معادي جدا للشيوية وكثير من الأسان اللي بنحط هم في السجون والباتيين والشيوعيين حطهم في السجون أن غض الطرف قد منهم معادي للسعودية ولما لا فهمت نقطة يا عبد الرحمن أن ممكن هذا بطريق غير مباشر قبلوا بتغيير نظام الحكم وخاصة في البدايات كان شديد العداء للشيوعية والاتحاد السوفيتي هذه الطروحات وهذه التفسيرات تحتاج تطقيق أكتر لأن حتى الآن لا نملك أي دراسة معمقة حصيفة وعميقة على هال الموضع الشائكة ولكن للإنصاف النظام برغم قمعة للطلاب والمعارضين وحتى نهاية السبعينيات برغم كل العنف اللي صار تخلص بالقواعد الأجنبية التوسيع دائرة التعليم أكثر حتى من العهد المالكي التأكيد على العروبة وعلى الإسلام التأييد القضية الفلسطينية لم يقرخ القداف يا عبد الرحمن هذه موجودة ومتجدر في الشعب الليبي القدافي مجرد هو عبر عنها بعد فترة طويلة ولكن للأسف الشديد التمانينات وتسعينيات صارت موضوع أكثر صارت دكستورية وعبادة بطل واستداد اللي هو في نهاية الأمر يعني خلى حتى النظام القدافي هذا اللي هو كان بجوانب إيجابية للمرأة وجوانب إيجابية للمجتمع والفئات المهمشة والفقيرة وغيرها في الأخير بدأت تتآكل والنظام لم يستطع تجديد دادة وإصلاح دادة وهذا جبنيها على رأسها فأنا أتمنى للليبيين أن ينظروا بجوانب المتعددة للجيل الاستقلال وأيضا حتى والآن مش هم مستعدين يعملوها لكن نقول حتى لسبتمبر نحتاج أن ننظر لها بهدوء ونقول ما لها وما عليها وهذا يؤدي إلى كثير متصالح لأن هناك شرائح من الشعب الليبي لازالت تعتقد لنجد دافي ونظام سبتمبر هو نظام مميز واللي جان من نيتو هو المشكلة ودمروا ليبيا وغيرها وأنا أعتقد نبض فكرة الانتقام انتقام من نظام سبتمبر لأنه سوّ سوّ سمعات النظام الملكي أو الانتقام من نحبة سبتمبر أو الانتقام من الناس الذين كانوا في اللجان الثورية وغيرها وغيرها الانتقام لا يبني الأمم ولا يبني المجتمعات لكن الاعتراف بشريات الاختلاف الاعتراف بتعدد السرديات الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي والفكري أيضا هذا هو الذي يبني أمم ويبني المجتمعات وللأسف الشديدة الصورة قاتمة الآن يا عبد الرحمن لكن لا يعني أننا نفقد الأمل الله يعين كل أهلنا في ليبيا وإن شاء الله يكون مستقبل أفضل يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا عبد الرحمن شكرا لكم شكرا لأيمن الحمادي في إعداد الحلقة في التحرير محمد نور الشمت التصوير آدم الشعراني الهندسة الصوتية محمد الحسن التلويين عبد المجيد العطاس وإدارة الإنتاج أصيل فرض إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورا أسباعي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية لنشر التوزيع لنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل القاد الحين بس أنا عندي سؤال من أول فضل يوم غيروا بريطانيا إيطاليا اسم ليبيا كيف تقبل أهل ليبيا وكيف صار الآن اسم طبيعي هذا سؤال لم يسألني عليه أي أحد الطليان بدأوا لما درت تحقيق في هذا الموضوع اكتشفت أنه في 1905 بدأوا يستخدموا ليبيا لأسباب استعمارية وهو أن هذا الاسم الروماني لليبيا وهما طبعا بيحاولوا أنهما يحطموا التركة العثمانية الدولة الإسلامية العثمانية تفهمني وصاروا في أدبياتهم قلوا ليبيا ولكن في سنة 1933 يعلنوا أن هذه ليبيا موحدة الأقالين الثلاثة واسمها ليبيا الحقيقة كانت دول مستعمرة أخرى يعني حتى العراق لم يكن اسمها العراق يعني كانت ولايات عثمانية وسوريا الكبرى ولت لبنان جبل لبنان ولت دولة لبنان وكان في إسرائيل كان في إسرائيل وبالتالي اللي صار أن الناس صارت المحافلة الدولية تقولها الليبيين اللي عاشوا في فترة الاستعمارية أيضا يقولوها وصارت متقبلة أنها اسمها ليبيا لكن دائما أصر نقول من ناحية الموضوعية التاريخية الاسم ليبيا اسم حديد الليبيين يزعلوا مني كتير أنا يا عبد الرحمن معلومة صادمة معلومة أول مرة أسمعها أي لأنك أنت ضحية كالآخرين هذا المشاع هذا هو المعتاد طيب في واحدة من المحاضرات حضرتها بس كنت يعني ذكرتها بشكل سريع سريع بس ما أعاد يعني نقولت يمكن فكأنك وصفت شمال أفريقيا بشكل مختلف عن الشرق الأوسط أي فهل منطقي اليوم لما نسمع مصطلح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأن فعلا شمال أفريقيا يختلف عن الشرق الأوسط ولا لا 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 هو هوياتيا أو سياسيا لا 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 أنا أعتقد أن أنا بأحب اسم الشرق الأوسط بكم صراحة هذا اسم أوروبي وغربي شرق الأوسط المن لي مهمة لكن ليس لنا إحنا إحنا عالم عربي وإسلامي وعندنا المشرق وعندنا المغرب وبالتالي أنا بالنسبة لي استخدام الألفاظ واللغة مهم بقدر التحليل ذاته والمنطلقات مرات تصير نكرر فيها وكأن هي أشياء مسلم بها وصارت حقيقة وهذا في كل كتابات تجد بس إحنا تنوع تجاربنا العربية حتى دخل يعني لما تشوف السعودية تجربة عسير تجربة نجد تجربة الحجاز كيف تكون هذا الكيان الموحد هذا طبعا يحتاج نوع من الهدوء والإنصات والإنصاح أيضا شمال أفريقيا العرب وبسلم شمال أفريقيا ومازيغيها جاهدوا ضد الاستعمار الأوروبي وفي ليبيا تحديدا معركة كانت مهمة وهي ضد الاستعمار الأوروبي وبالتالي لم يكن هناك شريف حسين وقضية هذا الجاسوس البريطاني المستشرق لدعم له يعني يعني علم هذا لم لم يكن موجود النضال لورنس تقصد أي لورنس تقصد بالضبط ولهذا طبعا الأخوتنا في المشرق والدافر الشام كانوا يركزوا على مسألة النضال ضد الأدراك والأثمانيين هذه الإشكالية مش موجودة في شمال أفريقيا عبد الرحمن وتعديدا في الليبيا لأنه ينظروا العثمانيين حاربوا معهم وهما مسلمين في نهاية الأمر نحن كلنا مسلمين وكثير من الباحثين العرب يخفصوا على هذه الحق على التنوع تاريخي وهذا يدل على أن شوية يعني كسل كسل فكري مش هذا هذا أفضل من هذا بس نفهم تنوع تركيباتنا وتحولاتنا يعني وهذا يساعدنا أن نتعامل معها بشكل أكثر وضوحا وجدية طيب آخر حاجة أنا أطلتلك يعني في كأس العالم اللي نكلم المغرب كانت مشاركة وأدث هذا باهر فتسمع بعض اللقاءات والبعض المغربيين أو المغاربة فكانوا يقولون أنه هذا فوز الإفريقية ومدر كيف وزكير يعني بس كنت أتساءل يعني هل لو فازت السعودية هل بقولون هذا فوز لآسيا يعني علاقتنا بآسيا علاقة ميهب لا يعني ما لها أي علاقة إحنا أقدر أقول مسلمين أقدر أقول عرب أقدر أقول سعوديين جسللين اللي تبغى بس هل منطقي في بعضهم يقول لك أصلا أنا أنا من يبع عربي أنا أفريقي كيف تشوف هذه أنا أجد أن هذا أنا جاوبت عليه في الكتاب وإذا كان ما عندك شنا أرسله لك اللي هو ما بعد الاستعمار والقومية واضطرحت هذا السؤال اللي تطرح أضربي بتطرح هذا توظيف سياسي للهويات آه شوف بشكل شمال أفريقيا منطقة المغرب العربي الإسلامي بشكل عام طبعا هي في أفريقيا وأنا دائما أقول بدل ما نقول وإحنا عرب والأفارقة زين القدافي في الأخير دارها بشكل إحنا عرب ومسلمين وأفارقة إحنا الناس اللي جينا من الجزيرة العربية وهنا أماكن أخرى في اليمن وغيرها واحتكينا وامتزجنا مع السكان الأصليين اللي هم البربر للأمازيغ ولكن أيضا امتزجنا مع الأفارقة الآخرين ثقافيا عائليا آه 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 يعني فكريا فقهيا وبالتالي بدل ما تقول أنه والله إحنا أفارقة ولكن هذا هذا نعتقد نوع من التوظيف السياسي لأغراض آنية لكن إحنا يجب أننا نتوقف ونقول إحنا عرب ومسلمين وأفارقة ومن الجزيرة ومن الشام وأيضا بعضنا يطلع البحر المتوسط وهذه كلها مستويات متعددة لهوية وعيدة الهوية بعبرة أخرى دائما أحاجز ليست ذات يعني وجه واحد الهوية متعددة للأوجه أنت مثلا سعودي ومن عسير وتعيش في الرياض والآن في نيويورك ودرست في إاريزونا وهذه كل الأشياء مع بعضها يعني قصتي أنا الأوان أنه بدل التوظيف السياسي أنه نعترف أنه متعددين للأوجه وهذا لا يقلل من حالتنا ولا شيء هذا لأن تركبتنا لها تأثيرات متعددة وتعريف العربي والإسلامي الآن ليس بتعريف عرقي ولكن تعريف متراكب ومترابط ومتشابك ترجمة نانسي قنقر